اشتركوا في القناة 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 بيمشي بس بيبقى الاهلي ببطولاته واللعيب اللي بيجي هو اللي بيبقى محظوظ انه موجود عشان ياخد بطولاته بطولات الاهلي ده ليه؟ لان انت بتتكلم على منظومة هي من انجح المؤسسات المؤسسات في مصر فاش نقاش ده النادي الاهلي ده النادي الاهلي طب خلينا اقول لك مشهد من فيلم تاني الفنان الراحل الكبير اللي كنت بحبه جدا 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 علاءه وليه ديد في فيلم الناظر قال لك ايه؟ بضرب مفيش تيمة الاهلي ماشي بالمنطق ده مع القرى الافريقية الاهلي ماشي بيدرب في الكل كرويا الاهلي ماشي في افريقيا مش هامه حد واخد في وشه ودايس واخد في وشه وبياخد بطولاته وبيفرح جماهيره فهو ده النادي الاهلي النادي الاهلي كالعادة كالعادة بيضيف لقب قرى جديد لمصر لقب قرى جديد في تاريخه في تاريخ النادي الاهلي وهو اكثر الاندية القرية او اكثر الاندية المصرية حصدا للالقاب القرية بل الاكثر في افريقيا ايضا هو بيجي في المرتبة التانية بعد ريال مدريد على مستوى العالم والفرق دلوقتي تريباً بطلتين إلا إذا ريال مدريد فاس بنهاء الشامبيونز ليج فأنت لازم تفرح كونك أهلاوي لازم تفتخر كونك تنتمي لهذا الكيان بانتماءك للنادي الأهلي في الحقيقة دايماً الواحد بيحاول يجهز كلمات نوعينة يقولها بس أنا ما ماملش للمدرسة دي أنا بحب دايماً إيه؟ نعيش الفرحة مع الجمهور عيشنا مع جمهور نادي الزمالك واحتفالنا احتفال كبير جداً تاني يوم فوز الزمالك بالكونفدرالية النهاردة بنعيش في نفس يوم فوز الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بأجواء الفرحة من القلب للقلب بنبارك لجماهير النادي الأهلي ألف 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 مليون مبروك ما حدش يجي يتكلم معي أصل أداء وحش حدش يجي يتكلم معي أصل عبن شو حالتها اتكلم معي في أن الأهلي خد البطولة اتكلم معي في أن الأهلي هو بطل إفريقيا للعام التاني على التوالي وللمرة الرابعة في آخر خمس سنين بيوصل فيهم للنهائي وفي منهم مرة اللي اخسرها مع الوداد كان مباراة وحيدة ما فيش تكافق فرص لما تيجي تتكلم عن نادي الأهلي ولما قلنا بخت أي حد جوا منظومة النادي الأهلي لكن هو في الأول وفي الآخر يا بخت النادي نفسه والكيان ده بالجمهور ده لأن الجمهور الأهلي في الحقيقة هو العامل رقم واحد وما يا جماعة مش موضوع مش موضوع جملة بتتقال ولا كلمة بتزود بيها الكلام أو بتستف بيها أو بتبروز بيها الفوز لأ دي حقيقة ده واقع جمهور الأهلي هو صاحب الفرحة الأولى جمهور الأهلي هو نجم المباراة الأول النهاردة المباراة اللي صعبة قوي تطلع منها نجم لأن على المستوى الفانية هي مش أفضل حاجة لكن يبقى الجمهور بالمنظر المميز اللي ظهر عليه جمهور النادي الأهلي النهاردة بالطابلول اللي اتعمل في بداية المطش بالنصر اللي ظهر سري ديه بالشكل الرائع ده يبقى هو رجل المباراة الأول جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي كالعادة بيبعث رسالة للجميع وبيؤكد ويبرهن على قيمة هذا الجمهور أو على قيمته كجمهور وقيمة هذا الكيان قيمة النادي الأهلي كالعادة فألف ألف مليون مبروك لجماهير النادي الأهلي فرحة كبيرة فرحة عظيمة أكيد بطولة جديدة ومش غريبة عن نادي الأهلي حرجع وأقول تاني تقريبا تقريبا بطولة دورة أبطال إفريقيا بالنسبة للنادي الأهلي بقت زي بطولة الدور العام مع كامل احترامي قال منافسات تبقى قوية فترات كتير كلنا نفسنا منافسات تبقى قوية في كل الأحوال في بطولة الدور العام لكن من الأهلي بياخدوا البطولة أكتر من كم سنة وربعة وبعا كي يجي مثلا زمالك سنة سنتين تلاتة وبعا كي يرجع الأهلي ياخد أكتر من كم سنة ده اللي بيحصل مع النادي الأهلي كمان في بطولة أفريقيا طب خلينا نشارك مجلس إدارة النادي الأهلي الفرحة دي أنا معايا على الهاتف أحد أعضاء النادي أو أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي يا الأستاذ طارق أنديل يا أستاذ طارق ألف ألف مليون مبروك مبروك يا أستاذ أمير ليك ومبروك لشعب المصر كله ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي في الوطن العربي كله الله يبرك فيك مبروك عليك ومبروك لجماهير النادي الأهلي ومبروك لكم كمجلس إدارة أعتقد الفرحة حلوة وإنتم متعودين عليها الحمد لله فضل اللي أنه أنا ليه اشرف أنه أكون في مجلس انحقق في عهده أربع بطلات أفريقيا بخالي كابتن محمود الخطيب بإشرافه على الكرة أنت عارف مجلس الإدارة ففويد كامل لكابتن محمود الخطيب بالإشراف على الكرة يعني عمل فيها شغل باقتدار خلال نادي الأهلي النهاردة بتنافس أكبر الأندية العالمية على التتويج على الأكثر حظا للبطلات على مستوى العالم صح قل لي يعني أنتو كمجلس إدارة إزاي بتجددوا دوافعكم يعني أنتو ناس عاملين تاريخي يعني كمجلس حالي مع كابتن محمود الخطيب سواء في الدارة اللي فاتت أو الدارة الحالية أنتو عاملين تاريخ قريدي عاملين إنجازات كتيرة جدا بشكل ملحوظ الدوافع بتتجدد إزاي داخل نادي الأهلي سواء على صعيد المسؤولين أو حتى على صعيد الفرق الرياضية المختلفة خصوصا الإنجازات الثانية ليش مكتصرة على فريق الكرة بس ده النشاط الرياضي ما شاء الله لك هو تقولها بالله كمان يا ستستاري والله اللي إحنا تعلمناه وبنشتغل به من يوم ما دخلنا في أول دورة من أول يوم في مجلس الإدارة اللي هي كلمات كابتن محمود الخطيب إنه هو فرحنا كسبنا نكون لازم نكون متواضعين عند المكسب وفي نفس الوقت عند الخسارة لقدر الله لازم نتقبلها لهذه الرياضة وأول ما بتكسب بنفرح يومها وكل حاجة ومن تاني يوم ده النادي الأهلي اللي هو لازم بيسطر له باستمرار تاريخ إنه خلاص مبارح ده عدى وكل الفرق يضيف أي واحد يتربى جوه النادي الأهلي هو متربى على كده إنه خد بطولة النهاردة من بكرة يوم جديد خلاص يعني انتهينا فالحمد لله ربنا يديم الفرحة وديم البطولات للنادي الأهلي ودائما نيسه للشعب المصري يا رب طيب أنا عايز كواليس بقى أستسترق يعني أقول لي أنتوا في المقصورة كده الرئيسية احكي لي كابتن محمود الخطيب أكيد كان جنبك كأعضاء مجلس الإدارة بعدما الحاكم صفر أو بعد الهدف الأولاني للنادي الأهلي أو الهدف الوحيد في المبراء احكي لي كواليس الأجواء كانت عاملة إزاي ما بينكم كأعضاء مجلس لا أنت عارف حقيقة ببقى البروتوكول في المنصة لفوق المأسورة الرئيسية موجود فيها سيد الوزير وبيكون كابتن محمود الخطيب ومتسبي رئيس الحد الأفريخي فهما بيكون موجودين في مكان معين تبقى البروتوكول ومعايا أعظم جزارة زمائي لكلنا طبعا أعصابنا كلنا كنا جمهوريا أعصابنا كلنا كانت متوتلة للغاية لغاية ما ربنا أكرمنا والحاكم صفر بالتحديد آخر عشر دايق ربع ساعة كانت صعبة أوي أعتقد كنا بنعد الثانية مش دي الثانية طيب بتفكروا إزاي في مستقبل الفرقة في مستقبل النادي خلال المرحلة المجبلة خصوصا برضو أن النجاحات مش على مستوى الرياضي بس حتى على مستوى الإنشاء كمان إنتوا إزاي بتقدروا تشتغلوا على كل الملفات دي بشكل متميز ومتساوي الحمد لله في تيم وورك في رح فريق موجود جوه المجلس الإدارة وده عهدنا بنفسنا من يوم ما دخلنا الانتخابات بخيار الكابتل محمود الخطيب وفي ملفات متوازعة على كل أعضاء مجلس الإدارة كل واحد هو بيعمل ملفه وعارف كواس جدا ده ملف في النادي في النهاية كله بيشترك فيه في إنجاحه ويعاون زميله هو ده اللي احنا شغالين عليه وإن فيه نظام في النادي الأهلي ما فيحيش حد فيه نبيا تعالده كاعده مجلس الإدارة ملتزمين به وهو ده سر نجاح النادي الأهلي على مطار العصور إنه موجود سيستم جوه النادي ما حدش لا عده مجلس إدارة ولا غيره يقدر يتعد الأهلي بيشارك لأول مرة في بطولة الانتر كونتنينتل اللي هي هتكون بديل كاس العالم بعد التعديل اللي حصل في بطولة كاس العالم للأندية حدث مهم يكون الأهلي هو الصباق في أفريقيا كما هو المعتاد بالنسبة لنادي الأهلي كأول فريق أفريق يشارك في هذه البطولة حدث فريقي بينضم للأرقام القياسية الحمد لله أن ربنا بيكرمنا بيها كنادي أهلي أكيد أكيد وبتهدي كمان البطولة دي الأستاذ العاملي فاروق الله يرحمه مظبوط الله يرحمه أستاذ العاملي فاروق كان يعني قاعد الواحد من فريق عمل جوه النادي الأهلي كان بيقدي دور بإخلاص وكفاءة فيرحمه الله وأمرنا ما بننسى الوزير العاملي فاروق الله يرحمه الله يرحمه النادي زمالك نزل تهنئة رسمية لمجلس إدارة النادي الأهلي حابب تقول إيه إخواتنا وصحابنا وحبائبنا وربنا دايما يديم المحبة في الوسط الرياضي كله ودايما النادي الأهلي هو ده عهده بكل الأندية ألقى وقيدة ونادي زمالك عزيز علينا وإن شاء الله ربنا دايما يخلي الروح دي هي لمسيطرة في الوسط الرياضي ألف مليون مبروك يا أستاذ طارق بشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الرئيس أو فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ النادي الأهلي من خلال تويتا ليهنئ فيها بطل مصر وأفريقيا بكل تأكيد بعد ما فاز النادي الأهلي وطويت دوري عبطال إفريقيا المرة الـ 12 في تاريخ النادي الأهلي لما تشوف 12 بطولة وأقرب المنافسين للنادي الأهلي على مستوى القر من حيث بطولات دوري عبطال إفريقيا هتلاقي عندك خمس بطولات تتكلم في الزمالك تتكلم في مازينبي فرق أكتر من الدعف لك هي تيجي تتكلم دي تويتت فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر الحبيبة أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير كل التحية لجمهور النادي الأهلي ولكل المصريين ونأتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل كما أتوجه بتحية التقدير للأداء المشرف للفريق التونسي الشقيق دي تهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية طيب عجبني جدا برضو الروح الموجودة ما بين الأهلي والزمالك الأهلي هنأة أو مجلس إدارة النادي الأهلي هنأة مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره وبعد الفوز بالكونفيدرالية برضو مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأعضاءه بعد الفوز ببطولة دوري أطال إفريقيا وإحنا بقى اللي يبختنا كلنا كمصريين كلنا لإحنا هنشوف الفرقيتين دول اللجوهين دول في السوبر الأفريقي وده حدث من بقاله كده 20 سنة ما حصلش فعلا 20 سنة دي تهنئة مجلس إدارة نادي الزمالك المحترم يتقدم نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأعضاءه ونسبة فوز الفريق الأول لقرة القدم بلقب بطولة دوري أطال إفريقيا هي دي الروح يا جماعة اللي إحنا عايزينها التنافس في الملعب لكن الحب واللد والاحترام لازم يكون موجود ما بين أعرق ناديين في أفريقيا أهلي وزمالك لكن في كل الأحوال أنا عندي لسه كلام كتير جدا لإعلاقة بالنادي الأهلي خلونا ناخد نفسي أشرب بقيم مية والفرحة حلوة الأهل مؤسسة كبيرة من أنجح المؤسسات الموجودة في جمهورية مصر العربية أنا في الحقيقة عايز أتكلم على الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي لأن بصراحة الناس دي عاملة مجود كبير جدا وفي أوقات كتير قوي بيكون فيه هجوم عليهم بس أنا فاكر كويس فاكر كويس جدا لما نجح الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات في أول دورة في 2017 على ما أتذكر وبعد ما عدت سنة كده في البداية ما كانش الفريق موفق كان فيه تغييرات كتير على المستوى الجهاز الفني ناس كتير قوي كبتوقت كانت تقول لك الخطيب فاشل إداريا الخطيب لعيب كورة جامد قوي أسطورة في الكورة ومجاش زي وكل الكلام ده في الكورة لك عمستوى الإدارة يا جماعة لا الخطيب فاشل إداريا إيه تعليقكم دلوقت يا جماعة إيه تعليقكم لما تشوفوا رئيس النادي الأهلي الحالي الكابتن محمود الخطيب هو يعتبر واحد من أنجح رؤساء الأندية في فترة وجيزة خلي بالك أنت بتتكلم في سبع سنين تقريبا أو يمكن أقل شوية كابتن محمود الخطيب فيهم رئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي بس شوف الست سبع سنين دول اتعمل فيهم إيه شوف التغير الملحوظ اللي حصل حتى على مستوى النشاط الرياضي داخل النادي الأهلي وألعاب الصلاة شوف الفريق الأول لكرة القدم داخل النادي الأهلي بيحقق كم مش طبيعي من الإنجازات في جيل مش هو الأعلى فنيا جيل بركات وأبو تريكا والجمع وأمام متعة ده جيل مش طبيعي فيه إمكانيات فنية كجودة في الكرة مش حتيجي زيها أو مش حيجي زيها لكن الجيل الحالي بإدارة جيدة بتنظيم جيد بسيستم ما يخرش المية قدروا أنه هم يعدوا إنجازات الجيل العظيم اللي كان بداية من 2004 إلى 2005 بالأرقام ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن حصن إدارة ناتج عن إدارة جيدة بتقدر تدير النادي بشكل أو بآخر بشكل فيه كفاءة كبيرة فأي حد كان بيقول إن الكابتن محمود الخطيب فيهش الإدارية لازم يطلع يقول أنا آسف ما فيهش أي مشكلة يلي كنت بتهاجم الكابتن محمود الخطيب وبتقول الراجل ده ما عندوش فكرة في الإدارة وما تعلمش حاجة من حسن حمدي أو من صالح سليم ما حفظه الألقاب لا شوف هو تعلم قد إيه؟ شوف هو أضاف إيه للنادي الأهلي على المستوى الإنشائي على المستوى الرياضي على مستوى العاب الصلاة على كل المستويات مجلس إدارة ناجح بكل ما تحمله الكلمة من معنى أنا معاي على الهاتف دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يا دكتور محمد مساء الفل حبيبي أمير مساء الخير ألف ألف مليوم مبروك ربنا أخليك يا حبيبي ربنا أخليك مبروك علينا جميعا ومبروك لكل جمهور النادي الأهلي والكل جمهور مصر بطولة كبيرة وبطولة أهمة بتباص لرسيد إنجازات النادي الأهلي وتباط لسجل الكولة المصرية رياضة المصرية الحمد لله أكيد الفرحة رغم أن أنتم متعودين عليها بس مع كل بطولة بيبقى في فرحة كبيرة برضو أولا كجماهير من النادي الأهلي قبل ما تقولك تكونوا في موقع مسئولية في الإدارة لا طبعا طبعا يعني إحنا زي ما بنقول دائما الجمهور إحنا قبل ما نكون مسئولين ويعني عصابها طبعا كانت مشدودة مش النهار ده بس يعني تقول بفترات البطولة والنهار ده طبعا ديها صعبة لحد آخر لحظة نحن كان نفسنا نجد طول تاني لطول المغارع عشان نبقى مرتاحين شوية لكن الحمد لله يعني كملت على خير لعيبة رجالة طول عمرهم رجالة قبل مسؤولتها والحمد لله وجهاز فاني محترم جدا جدا دي للمنظومة وربنا يعني طبعا كل ده توفيق ربنا ويعني الحمد لله جمهورنا دي الأهل العظيم يعني دايما رقم واحد عايزة أسألك سؤال وأنا عرف أنت صريح دايما يعني واحد في عضو مجلس واحد في مجلس إدارة النادي الأهلي دايما فكرة كرة القدم وفريق الكرة والجمهورية الكبيرة بيتمتع بيها النادي الأهلي بيكون أمر مغرش ويأنك تعرف تفاصيل ليها علاقة بالكرة تعرف تفاصيل ليها علاقة بمستقبل الفرقة ممكن عضو مجلس إدارة يبقى نفسه يتدخل في بعض الأمور أنا عارف أنها بسأل سؤال أنا عارف إجابته بس إما الإجابة تطلع من الدكتور محمد صراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي هتبقى مختلفة ما فكرتش في أي مرة من المرات إنك تتكلم مع الكابتن محمود الخطيب طب يا كابتن خطيب إحنا حنعمل إيه في الفريق طب إيه التدعمات اللي حتيجي طب حنشتغل إزاي خلال المرحلة اللي جاية خصوصاً هو المش في العام على الكور سالس سامير زي ما أنت زي ما أنت Conte يعني هو ده سيستيم مطورس منادي الأهلي الحمد لله وده يعني سير لنجاح النادي أو السير النجاح لنجاح النادي الأهل إنه ده سيستيم متوارس من زمان وكابتن محمود الخطيب بيطبقه بحذفيره وكابتن محمود كان متواجد السيستيم ده قبل كده مع كابتن حسن الحمدي كان برئيس النادي وكان متواجد مع كابتن فلح سليم كبداية كابتر محمود الخطيس في مجلس الدارة كابتر مجلس الدارة فطبعا هو يعني اكتسب كل ده من الناس العظيم على حجرة الدارات اللي سبقونا كلهم ديهم الانجازات كبيرة وبيطبق الكلام ده معنا بشكل واضح وكلنا يعني بنشتغل وحدة وحدة لكن في نظام للكورت القدر في النادي الاهلي في مشرف على الكورت النادي الاهلي كابتر محمود الخطيب المجلس كله مفوضه بمنتهى الثقة ومنتهى الطوانين انه يجيلي الملف وعتقد يعني ما فيش افضل من كده ادارة الملف على مدار الست سنوات يعني انا ليا الشرف ان كنت الحمد لله في المجلس السابق والمجلس الحاج فيعني الحمد لله لأ في سيستم وفي نظام وفي ادارة المنظومة بشكل قوي ممكن ترايش حاجات زي الامور المالية الرعاية لكن امور سنية دي بتمنى تركها تماما تماما طبعا طبعا لا بيش اي تدخر فالص اي اوضوة مستثرة فيها دي بالكامل اللي رئيس ندي الاهلي مش فعلا طبعا الستركتر بقى بتاع الكورة يعني كالاجنة تخطيط الادارات المختصة بالكورة يعني او اللي جنة اه 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 التعقدات التخطيط طبعا الجهاز الفاني مدير الفاني بتديره كافة سلاحياته في اختيار اللعيبة في اختيار السلاحات اللي هو بتغفره يعني انت الاستقرار والعناطم اللي تنجحوا فالحمدالله منظومة اشف بشكل مستقرم وناجح الحمدالله اكيد طبعا واحكيلي كواليس الدقائق الاخيرة في المباراة انا عارف انت اكيد كنت على عصابك شوي جدا 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 وبعدين يعني كانت الكورة افشة اللي في العرضة دي احنا قلتناها نفسها هلاقيتك اكتر اه ها صراحة وطرتنا اكتر يعني بص احنا عندنا كان سكل فرقة ما شاء الله تقيلة وهبع رجلها وعندها من الخبرات يعني الكبير ان هي متتقبلش اهداف في مارش مصيري وحارج وحارج زي ده بس انا حارجتي وكلها مش مقمونة دكتور محمد الصوت كان بيقطع معايا سمعني سوط الاتصال اه انقطع هنحاول نوصل اه تاني اه لدكتور محمد صراجد دي انا عضو مجلس ادارة النادي الاهلي كلام مهم جدا وبالتحديد اصريت الناس على اه طيب رجع لنا الدكتور محمد صراجد اتفضل يا دكتور سمعك انا فالطريق رجع من الاستاذ فما فيه طبعا مفيش مشكلة ولا اهمة اتفضل انا سمعك اه لا فالولا طبعا اه لقيتنا يعني احنا عندنا سكل بيرا للعيبة ما شاء الله عندها من الخبرات ومن الخبرات ومن الخبرات لان هي ما تستقبلش اهداف في وقت حارج زي ده فماتش مصيري زي ده لكن هذه لي مش مضمونة يعني ممكن التوفيق اهلا بالتوفيق صح يعني تستقبل هدف مثلا بشكل غير متوقع فكان نفسنا نقمن بالتاني عشان ما مرتحيل لك الحمد الله يعني ربنا اعرض لنا الحمد الله التوفيق وانيا ما نستقبلش هدف دي كده اهم حاجة تمام فرقة كلها يعني يعني كل الفرقة الحمد الله بكلها عناصرها بالبيئة الفانية ولدالي نستحب كل بطولة دي عن جدارة طيب جمهور الاهلي دايما وهو متعود على كده بيطمع في اللي جاي بيطمع في البطولات بيطمع في حاجات ليه علاقة بالجوانب الانشائية ودي عادة النادي الاهلي لو ما فيش طمع يبقى ما فيش انجازات اكتر واكتر بتتحقق فبالتالي جمهور الاهلي بيسأل وانا عارف انت الملف ده بالتحديد على فترات كتيرة جدا كنت شغال عليه وهو ملف استاد النادي الاهلي هل ممكن نسمع اخبار سعيدة خلال الفترة اللي جاي يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون فيها اخبار كويسة الفترة اللي جاي والملف ده برضو احنا برضو زي ما كنا نتكلم على الكورة احنا دايما الحمد لله بنشكل التيم او الجهاز او الفريق الاداري الخاص بكل يعني صغيرة وكبيرة بقى تخص اسوأل انشاءات او الجانب الرياضي او الجانب الخدمي كأعضاء في النادي او كده فبرضو احنا عندنا عساسنا شركة الاعلي منشاءات الرياضية اه بزبط وهي عاصر كلها مميزة وعاصر كلها عندها خبرات ومحترمة جدا وهي مكلفة بإدارة الملف وكابتن احمود الخطيب اه متعب على الموضوع مثل كل تفاصيله اه ويعني هو طبعا راجل زي ما عودنا كلنا ما بيكلمش وما بيقولش الحاجة وبيبقى دايما يعني بيعلنش على الحاجة غير لما بيتم او تحصل اه لكن ان شاء الله يعني طب من جمهورنا دي اهلي بإذن الله انه من خلال برضو اه المجلس الرياضارة وكابتن احمود الخطيب ومن خلال شركة الاعلي منشاءات الرياضية يعني اسمعوا اخبار كوائصة الملف ده يعني قريبا ان شاء الله ان شاء الله الفم اليوم مبروك مرة تانية يا دكتور وبالتوفيق دايما ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد صراج الدين عضو مجلس ادارة النادي الاهلي كان معنا على الهاتف بنبارك له بنبارك لمجلس ادارة النادي الاهلي وايضا جماهير النادي واعضاءه بكل تأكيد طيب اتكلمت على مجلس نفسه وكابتن محمود الخطيب اللي في الحقيقة لازم ياخد حقه وساعدي جزئية اخرى حابب ان انا اتكلم عليها ليه علاقة بالتنظيم اللي حصل سواء قبل او اسناء او بعد المباراة او بعد المباراة النهاردة اللي شوفنا ناس جريت عالملعب ولا شوفنا فوضى ما احنا عشان ندي كل واحد حقه احنا نفسنا كنا من اوائل الناس اللي انتقادنا المنظر اللي شوفناه بعد الحمد لله الحمد لله تتويج نادي الزمالك ببطولة كونفيدرالية وفرحة ما بعدها فرحة كنا كلنا مبسوطين واحتفلنا بنادي الزمالك الحاجة السلبية الوحيدة اللي كانت بعد انتصار نادي الزمالك والانتصار كان اهم والبطولة اهم والفرحة كانت اهم كل ده ما فيهوش اي مشكلة هو المنظر الفوضوي اللي حصل بعد المطش ناس كتير جدا نزلت ناس كتير جدا وسألنا وطرحنا تسأل قلنا يا جماعة مين المسؤول المسؤولية حاسب وحققنا في الموضوع او اتكلمنا في الموضوع وجبنا احد طبعا مسؤولين في نادي الزمالك جبنا مداخلات من مجلس قدرة نادي الزمالك احتفلنا معهم وسألنا مع الجزئية دي وكمان عرضنا جواب ليه علاقة بان الكاف بيكر من خلال الجواب اللي بعته للاهلي والزمالك والاتحاد المسؤولية القادمة انه هو المسؤول الاول عن تنظيم المباراة يعني اعتقد اناولنا القصة دي بممتهى لدقة زي ما حالكم متابعيننا دايما لكن النهار ده بقى عشان ندي الناس حقاها اي حد كان مسؤول عن تنظيم مباراة اليوم وان يخرج الشكل بالمنظر الرائع ده والمبهج ده لازم نوجه له كل التحية والشكر والتقدير ايا كم مين هو طلع بقى مسؤولي او النادي الاهلي بينظم طلع الاتحاد الافريكي هو اللي بينظم طلع الشركة من الشركات اللي بتنظم طلع اي حد الناس دول لازم نرفع لهم القبعة نقول لهم شكرا جزيلا عنكم عدلتوا الصورة عن ما حدث بعد مباراة الزمالك لان في الاول وفي الاخر احنا يهمنا جدا جدا سمعت الرياضة في مصر سمعت القرى المصرية سمعتنا احنا كمصريين سمعتنا في تنظيم الاحداث الهمة جدا سواء على المستوى القري او حتى ان شاء الله على المستوى العالمي واحنا نظمنا احداث مهمة جدا على المستوى العالمي قبل كده ومتمرسين في مثل هذه الامور لكن في نفس الوقت حاجة كانت عرضة حصلت في مباراة الزمالك او بعد مباراة الزمالك الصورة تحسنت جدا النهاردة عرضوا لي الصور يا جماعة وانا بتكلم الصورة النهاردة تحسنت جدا صور كتير معانا اعتقد ليه علاقة بان فريق الاهلي خاد صورة كويسة صورة ايه؟ صورة احتفاله بالبطولة اللعيبة بالشكل تشامبيونز مكتوبة قدامهم بصوا الاجواء الاحتفالية مفيش ناس في الملعب كتير اللي نزل هو ليه فقط النزول اللعيبة بنفسها هي اللي احتفلت باللقب العائلات نزلوا واحنا يمكن حطنا حضراتكم في كل كويسة قبل المباراة ده بالمناسبة يعني قبل المباراة دي موضوع الاخراج على موضوع اللي يحق ليه النزول على موضوع كل حاجة بالضبط حصلت زي ما قولنا لحضراتكم اهو النهاردة العائلات نزلوا بعد المنظر جميل ده بعد الاحتفالات دي بعد الفرحة دي خلصنا الفرحة خلصنا الصور التسكرية الجميلة التاريخية الخالدة وبعد كده بمنتهى النظام نزل او نزلوا اه اه اصر لعب النادي الاهلي واحتفلوا مع نجوم النادي الاهلي بشكل لائق بشكل جميل مفيش حد غيرهم من جمهور نزل ده على غرار ما يحدث في الدوريات العالمية والاوروبية والبطولات الاوروبية الكبيرة هو ده المنظر اللي احنا كنا عايزينه هو ده الجمال هي دي روعة المشهد اذا كل التحية والتقدير لأي واحد ساهم في خروج المشهد بالشكل ده لازم كمان اشكر معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي لان انا عارف انه ما هو مبرح كان موجود في الاستاد وكان بيشرف بنفسه وكان بيتابع كل التفاصيل وبيتابع كل التفاصيل الصغيرة بالتحديد فيما تعلق بالنظام وممرات كتيرة او ممرات جديدة تفتحت ما تفتحتش من 2005 عشان المنظر يخرج بالشكل اللي يليه بمصر فدي حاجة كمان مهمة جدا ولازم نوجه كل التحية لوزارة الشاور رياضة اللي على رأسها الدكتور أشرف صبحي اللي معايا دلوقتي على الهاتف يا دكتور أشرف مسائل فل عليك والف مليون مبروك والله مبروك ولازم كلها نفح كده وتعرض نتكلم مع كل الناس ونوجه كل الرسائل حقيقة الرسالة الأولى يعني بنشرف بتهنيئة خمسة الرئيسي بأسبوع اللي فات وبأسبوع ده دعمه كبير جدا للرياضة المصرية وتهنيئة نادي الزمالك بالفوز بكون في دردية أفريقية واليوم النهاردة بطولة الأبطال يعني حاجة فخرين بيها وجدير سالة الرياضة الكبيرة فرحنا الأسبوع اللي فات بكل هي مصر لأن كان الناس عايزة تفرح بالكورة ومنتظرة من 2019 حقيقة من بعد يعني فوز المتخب الوليونبي بأفريقيا وتأهله يعني محتاجين بطولة بالشكل ده وفي القاهرة الحمد لله التوفيق كبير جدا إن قطباء الكورة المصرية بيكون هيهم هنا فالنهاردة فرحنا يعني فرح مميز جدا بشكله بداع كبير جدا من حياء بالشكله المضمون يمكن إحنا بقوله بشكل كبير جدا بنعتذر لأن ده مش شكل تطبيم البطولات بتاعتنا احنا حطينا طريقة لكل البطولات مهمة أوي لا 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 يعني حطينا طريقة لتنظيم البطولات لكن الناس عارفين إن دي حقوق الكاف هو اللي عنده التنظيم أيوة فبالتالي هو اللي بيدير احنا يمكن دخول الجماهير بالشكل الجميل ده باسلوب منظم ده كان دور كبير جدا الجزء الأخير ده يمكن قيمنا بسرعة الموقف ومين له المسئولية ومين عليه إيه ويفنف كل التفاصيل والكاف يعني يعني اعمل ده دورك واحنا سابورتك دولة دور دوت أيوة ومشينا على كل تفصيل الحقيقة في الاستاذ جغرافيا سواء من المنطقة الخلفية المدخل اللي عادين وعدم مرور يعني أي حاجة وفتح ممرات جديدة وغلق كل منفذ أيوة علشان يكمل الشكل الجميل ده وده ده ده مستوى شكل ده دارة المطولات المصرية بس في الآخر بتقول أهم حاجة الفوز النهاردة اللي كمل فوز الأسبوع اللي جاي واللي هيكمله الإبداع فيه يا رب منتخب مصر 6-6 إن شاء الله إذن كان سوق التنظيم بالتحديد ما بعد ممرات الزمانية كان الانتحاد الأفريكي هو أنا مش عايز أقول ده لكن المسئولات اللي موجودة ده حق كانت واضح يعني لكن فأول دخول جماهيري الحقيقة وبشكل كبير يعني أهي كان الوضع إحنا الحمد لله تدركنا وده كان منظر رائع وأعتقد ده كان واضح جدا على وجه حضرتك أثناء الاحتفال بفوز بطولة الدورة الأفريكية السعادة الكبيرة جدا سواء بفوز الأهلي والزمالك قبليه أو حتى بالشكل الحضاري والصورة الصحيحة اللي صدرناها للعالم عننا كمصريين الفوز بقى فوز رياضة مصرية يعني بيكمل الانجازات اللي موجودة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والتاعة والأولمبيك دي كلها عنوان شكل الرياضة المصرية في أحد قطاعات الدولة التنموية اللي زيها زي كل قطاعات اللي قادة السياسية الحق بتناميها احنا برضو الرياضة أحد هذه قطاعات أكيد طيب المرحلة المجبلة مجبلين على تحديات كبيرة جدا على مستوى الرياضة المصرية في شكل عام سواء فيما يتعلق ومنتخبنا الوطني وتصفيات كالس العالم فيما يتعلق بالألعاب الفردية والأولمبيك وفيما يتعلق بأمور كتيرة جدا كيف هو الاستعداد لكل هذه التحديات الهم اللي لنا في مصري إن شاء الله كله ماشي في الفلان المفروض احنا يمكن قطع عدد تأهد الأولمبياد احنا مع اللجنة الأولمبياد طريق يعني ماشيينه مع لجنة علمية مع لجنة تخطيط ان شاء الله إن شاء الله مع أولادنا والنجاح يجيب نجاح والفوز بيجيب فوق تمام كان فيه تصريح قبل كده لحضرتك بخصوص نجمينا العالمي محمد صلاح بما إننا بنتكلم عن المنتخب إن شاء الله موجود يا فاندي موجود إن شاء الله ورسمي بعت نادي ليفربول وهو كمان بعت إن شاء الله من أول ستة من أول ستة موجود مع منتخبنا الوطني إن شاء الله رسالتك لجمهير الأهلي والزمالك وهم أكيد مقبولين بقى على السوبر الأفريكي أفرحوا السوبر الأفريكي كمان وإنتوا البطن الحقيقي للشكل من شكل فورا المقصد إن شاء الله بشكر حباكة فاندي شكرا جزيلا مزيد من التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى معالي الوزير دكتور أشرف صبحي وزير شابه ورياضة صراحات مهمة جدا بين السطور يعني ألمح الدكتور أشرف صبحي لمسئولية الاتحاد الأفريكي عن التنظيم أو عن تنظيم ما بعد أو المباراة بشكل كامل مباراة نهائي الكنفدرالية والأحداث اللي حصلت إذن ده كلام واضح جدا أعتقد من الدكتور أشرف صبحي كلام واضح كمان بخصوص محمد صلاح وموعد وصوله من أول الشهر إن شاء الله حيكون موجود مع منتخب مصر مش هنضم يوم 28 ده واضح جدا لكن بعت بشكل رسمي إن هو حيكون حاضر مع الكابتن حسام حسن في استعدادات منتخبنا لمباراتي تصفيات كاس العالم أمام بوركينا وغينيا ده أيضا تصريح مهم جدا اتكلم كمان على استعدادات الخاصة بالرياضة المصرية في مختلف الملفات الهمة خلال الأيام أو الشهور كمان المجبلة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للرياضة المصرية إحنا نفسنا نفرح يا جماعة إحنا كشعب يعني بنتلكك عشان نفرح وفي نفس الوقت ما تكون حاجة لها علاقة بالرياضة طبعا طبعا فرحة بالنسبة لنا بتبقى كبيرة فخلينا نفرح كمصريين كزملكوية كأهلوية النهاردة الأهلي بيفرح افرح يا أهلي يا رب دمها نعم علينا كشعب مصري مختلف انتماءاتنا كلنا بقى فرحانين زي الأسبوع السعيد ده لما جمهور فاكرنا قبل فوز الزملك بالكونفيدرالية وقبل فوز الأهلي دوري عبطال إفريقيا قلت نفسي جدا جدا الزملك يكسب الكونفيدرالية فقادي جمهور الزملك فرحان والأهلي يكسب دوري عبطال إفريقيا فقادي جمهور الأهلي فرحان يعني الشعب كله أكيد موصوط وفرحان وسعيد وما فيش أحلى من كده مزاج حلو في الشعب المصري بكرة هتنزل الشارع هتلاقي الناس كلها موصوطة هتلاقي الناس كلها مبتسمة سواء هو زملكاوي أو هو أهلاوي في الأول وفي الآخر هو مصري سعيد ببطولات قرية بتضاف للكرى المصرية عن طريق قطباي الرياضة في مصر الأهلي والزمالك إن شاء الله أفرح مستمرة إن شاء الله احتفالات مستمرة خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله رجالة الأهلي دايما ورجالة الزمالك ورجالة منتخبنا الوطني كمان يفرحون خلال المطشين اللي جايين باقتراب كبير من التأهل لكياس العالم إن شاء الله بإذن الله المقبلة خاني بقى أتكلم شوية عشان لعبة النادي الأهلي ما تتهمش حقاهم هتقول لي حتى بقى لك ساعة للربعة بتتكلم لا إحنا تكلمنا في أمور عدة مهمة جدا لكما تيجي تتكلم على مستوى اللاعبين النهاردة هما ما كانوش أفضل حاجة ده أمر مؤكد أمر ملحوظ البداية كانت كويسة أوي استغلالها الأهلي أفضل استغلال هدف في الديئة وانت داخل على الديئة الرابعة جون حلوة أوي معرضية عمالها رامي ربيعة الراجل أهوله ده أجل حطاه في المرمى بالخطأ فهدف للنادي الأهلي في توقيت مناسب أوي فاخدت المبادرة بشكل كويس فالدنيا مشت معاك يعني إيه الضغوط قلت الأمور بقت أفضل لكن مع مرور الوقت الضغوط زادت تاني لأنت مش مؤمن النادي الآن كانت ستبقى المشكلة كبيرة لكن الحمد لله ربنا سطر والأهلي قدر يحافظ على نظافة شباكه وتقريبا ما كانش فيه هجمة خطرة غير من اللعب البرازيلي الرائع اللي في وسط الملعب اللي حط القورة ينسس حطها حلوة قوي قوي بجوار القائم وبجوار مصطفى شبير ربنا سطر برضو ما دخلتش هدف ما أعتقدش كان فيه أي فرصة تانية فرصة دي الوحيدة اللي كانت تخض الواحد كان فاكرها في الجون لكن الحمد لله إن هي ما دخلتش فالأمور كلها ماشية بشكل كويس على صعيد الأرقام بس قبل ما تكلم على الأرقام الراجل اللي قدام حضراتكم ده يا جماعة رامي الربيع لا عرضوا لي بقى صورة رامي الربيع لأن بصراحة تانية وحقولها فيه لعيبة ملهاش عمر مع الجمهور وجمهور ظلمها أنا ده رأي من زمان صحيح بخصوص رامي بخصوص محمد هاني فيه كده كاملة عيبة تحس إن إيه جمهور الأهلي مهما اللعبة دي عملت أها أما لا ما بحبكش لا يا جماعة رامي ربيع لعيب كبير جد ده رامي ربيع واخد ستة دور أطال إفريق رامي ربيع في المرحلة اللي فاتت دي كلها شاي للفريق مع زميله بالشكل الأمس قاقاعد للفرقة في الظل كمان غياب محمد الشناوي رامي ربيع عامل بطولة كبيرة قوي على الصعيد الإفريقي رمي ربيعة في كل المباراة اللي كان موجود فيها آخرها مباراة اليوم والمباراة اللي كانت أهم منها مباراة الزهب أمام التراجي كان متميز كان متميز أنتوا لازم لازم كنوا واخدين بالكم يا جماعة الأهلي على مدارة بطولة دي كلها أنت متخيل على مدارة بطولة بتاعت دورة أبطال الإفريقيا دي كلها بمحطاتها الصعبة بالمشاوير البعيدة بكل الحاجات دي مكسرش ماتش أعتقد رقم قياسي لم ولن يتحقق مش هيكرر ما حصلش قبل كده أن فيه فريق في البطولة ياخد البطولة دي نفسها من غير ما يستقبل غير هدف وحيد تمام وما حصلتش قبل كده أو هتحصل بعد كده أنه فريق ياخد البطولة حتى أنه هو يستقبل هدفين صعبة جدا صعبة جدا الأهلي دفاعه يستقبل هدف واحد رامي الرابعة كان أحد أبرز نجوم دفاع الأهلي على مدار البطولة وأكيد محمد عبد المنعم وكان هو وعبد المنعم أكتر اتنين بينتقدوا بينتقدوا بشكل كبير جدا بس بيثبتوا من خلال البطولة دي أنه هم من أفضل مدفع الكرة نعمة رامي الرابعة ده لازم ياخد حقه اتظلم كتير اتهاجم كتير الناس جات عليه كتير لكن ده وقت أن رامي الرابعة يصنف ضمن أفضل المدفعين في النادي الأهلي على مدار السنوات الأخيرة إصابات كتير جداً عطلته خلي بالك رامي ده كان طالع طالعة مش طبعاً ما كانش فيه مدفع زيه فاكرين لما كان رامي وحجازي كمان مع بعض في دفاع النادي الأهلي كانش فيه مستوى بعد كده إصابات بتعطل أي لعيب بس ما شاء الله لك هو تقوله بالله رامي بقاله فترة ماشي بدون إصابات رامي بقاله فترة ماشي بتأثير فني واضح جداً وتأثير على المستوى الدفاعي واضح جداً قائد النادي الأهلي النهاردة في الملعب رامي الرابعة استحق الهدف اللي ساهم فيه استحق البطولة رقم ستة لي انت متخيل ستة بطولات من اتناشر يعني رامي الرابعة واخد نص بطولات الأهلي في دورة أبطال إفريقيا انت متخيل العدد جماعة دا مفيش نادي في أفريقيا خد ستة بطولات دورة أبطال إفريقيا بعد النادي الأهلي اللي واخد اتناشر بس فيه رامي الرابعة كان فيه كابتن واق الجمعة قبل كده واخد ستة بطولات رامي مرشح انه يقصر رقم الكابتن واق الجمعة هو عادل الرقم ممكن يعدل رقم ويبقى سبعة السنة الجاية وارد هيبقى تاريخ وهيبقى رقم كياسي فريد من نوعه كان حسام عصور أعتقد واخد ستة برضو زي كابتن والجمعة فبتتكلم في أرقام مميازة جدا رامي ربيعة بتتكلم في تأثير واضح جدا لرامي من الجانب الإيجابي مع النادي الأهلي خلال الفترة الفاتت فأرجوكم إدوا الناس حقها رامي دوله حقه عبد المنعم دوله حقه عبد المنعم بطيء في الكرة بيحاول يبصيها مش عارف ايه بيتمنظر مغرور سكة زياد خلينا أقول ايه سكة زيادة سعبة مطلوبة الغرور طبعا مش مطلوب في نفس الوقتها اللي هي المردود هو بارد شوية في المستوى الدفاعي او هو مكورة معاه في خط الدفاع في لعيبة دي طريقة لعبها في لعيبة دي شخصيتها أنا بحب على فكرة الشخصية دي قوي بحب جدا اللعيب الواصل جدا في نفسه أنا ما بقلقش أنا ما كنت بقى عام ما بقلقش أنا ممكن يغضط بس النسبة بالنسبة لي ضائلة جدا فده قيمة مدافع النادي الأهلي الأرقام اللي واحدها بتقول يعني فده بكستو سرامي أكرم عامل مباراة كبيرة مصطفى شبير تسع مطشاط في دوري أبطال إفريقيا من غير ما يستقبل هدف رقم لم ولن يتحقق في رأيه صعب جدا لما كمان تكون انت في تحدي في ظل غياب أفضل حارس في أفريقيا وأفضل لاعب في القرى السنة اللي فاتت محمد الشناو بسبب الإصابة وكلام كتير بخصوص في حارس جاي عشان يلعب مكان الشناو وكلام من ده وانت تتحدى كل هذه الظروف وتثبت إنك حارس واعد إمكانيات خاصة جدا وتقدر كمان تساهم بشكل مؤثر جدا في البطولة من غير ما تستقبل ولا هدف بل الأكتر من ذلك أنت بتقدر تتصدل بعض الكرات الخطرة جدا جدا في مختلف المباريات إذا دي شخصية لعب إذا دي إمكانيات حارس كبير جدا زي مصطفى شبير فطبعا من نجوم البطولة مصطفى شبير عودة تشنوى غاية في الأهمية لنادي الأهلي سواء على صعيد قط اللبس أو حتى على صعيد القائد في الملعب تمام هرجع على أكرم تاني لأن أكرم جاي من بعيد أكرم كان في مرحلة فيها إحباط كبير أنا بقول له حضرتك معلومة حاسس إنهم مش هيلعب من بداية الموسم بيشارك كم دقيقة كده وخلاص الراجل شوية يلعبه باك يمينه وبعد كده يلعبه في نص الملعب وساعتنا بيحتاجوش خالص وساعت يخرجوا برا القيمة فأكرم توفيق يا جماعة بقول لكم مر مرحلة كانت صعبة جدا إحباط كبير جدا إنك تتحدى وترجع وتكون نجم المباراة النهائي إذن برضو دي شخصية لعب وجودة في نفس الوقت فوحش وحش في نص الملعب أكرم وحش ما شاء الله لكوة إلا بالله يعني ربنا يحميه من الإصابات تدخلاته قوية أوفه بقلع عليه بصراحة بقلع عليه لكن نجمي كبير أكرم توفيق استحق الفوز بلقب رجل المباراة اليومي يعني الأهلي يا جماعة ينجح أي حد في الحقيقة من الآخر يعني عشان ما يبقاش فيه كلام يعني مش منطقي لكن إمام عشور قيمة وإضافة واضحة جدا للنادي الأهلي في وسط ملعبه إمام عشور اللاعب اللي بسرعة اندمج مع النادي الأهلي ما خدش وقت واللي كان ليه تأثير كبير جدا على مدار الموسم حتى الآن إمام عشور مع النادي الأهلي واخد سوبر مصري واخد برونزيت كاس عالم للآن دية البداية ما كنتش موفقة في السوبر الأفريقي لكن حاليا هو بطل أفريقيا بطل بطولة دوري أبطال أفريق أكبر بطولة وأهم بطولة لأي لاعب في القرى حققها إمام عشور فأول موسم ليه مع النادي الأهلي لسه ما كملش سنة ما كملش الموسم الموسم ما خلصش مر مراحل صعبة بخصوص الإصابة أو بالإصابتين بالتحديد كانوا صعبين جدا على إمام عشور لكن في نفس الوقت إمام عشور لاعب تقيل جدا 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 يبخت الأهلي به ويبخته أنه هو موجود في النادي الأهلي لأن إمام كواليتي مختلف موهبة مختلفة الكل بيؤكد على أن إمامه هو أهم موهبة في القرى المصرية فاتفرق كمان الفترة الجاية أنا بقول لك هو على إمام الميزة كمان في إمام إنه هو سادد ودانه إمام صفقة مدوية قوية ناجحة بكل مخاليس للنادي الأهلي طبيعي طبيعي كان حيتعرض لهجوم من جميل نادي الزماك اللي بتعشق إمام عشور لما كان موجود في النادي مشي من الزمالك بشكل أو بآخر يسأل عنه مجلس إدارة نادي الزماك السابق رحمة لند نجح النادي الأهلي إنه هو يرجع على صفوفه فرجع إمام عشور على صفوف النادي الأهلي اتهاجم كتير جدا تعرض لإشعاد كتير جدا كلام بصراحة ممكن يؤثر على أي حد بشكل أو بآخر لكن شخصية إمام عشور قدت في الآخر إنه هو يقدر يتصور الصورة دي إنه هو يحتفل لإحتفال الرائع النهاردة عجبتني اللقطة بتاعت إمام هو مغطي وشه بالطائل اللي هو لابسها واحتفل بشكل مختلف مع الكاس الأفريقية النهاردة إمام عشور بيشارك مع النادي الأهلي في أكتر من مركز تدى نص ملعب بعد كده راح جناح ودافع كتير وهو جوكر بكل تأكيد لأن إمام لعب مع منتخب مصر قبل كده مظاهير أيمن في نهائي أفريقيا قدام السنغال نسخة قبل اللي فاتت لعب مع نادي الزمالك في مراكز تاعت نص ملعب كلها لعب جناح ما شاء الله جوكر ونجم كبير ولعب كبير جدا وإضافة كبيرة أول النادي الأهلي استحق هذا اللقب بكل تأكيد إمام عشور واستحق فرحة جمهور النادي الأهلي واحتفاء جمهور الأهلي به وسعادة الجمهور بوجود إمام وسعادة إمام بوجوده مع جمهور الأهلي ومع النادي الأهلي عجبني كمان في إمام أن حتى في أي لقاء ظهر فيه أو أي برامج ظهر فيها عمره ما تكلم بشكل وحش عن نادي الزمالك لأنه في الأول وفي الأخر كان ليه مشوار جيد مع نادي الزمالك فده احترام كبير أو دي حاجة إيجابية لازم تحترمها في إمام عشور لازم تقدرها ممكن واحد تاني يلعب على المشاعر بتاعة الجمهور بيختلف انتماءاتها فيرامي بالكلام على الجمهور الزمالك يقول حاجات تردي أو كلمات تردي فئة معينة من جمهور النادي الأهلي كلام من ده مركزش في ده على قد مركز في الملعب عشان كده إمام عشور النهاردة بيحتفل بطولة دورة عبطال إفريقيا نجم كبير جدا إمام عشور بكل تأكيد فرحة كبيرة جدا واضحة جدا على ملامحه وأكيد لازم يفرح لأنه بيفوز بطولة دورة عبطال إفريقيا زي ما حقق مع الأهلي برندريكا سعالم زي ما حقق مع الأهلي سوبر إفريقي وزي ما حقق مع الزمالك قبل كده بطولات أيضا فدي كلها أمور مهمة والأهلي وزي ما بكيديفوا لأي لعب يا جماعة برضو من الآخر عشان نكون بنتكلم بمنتهى الموضوعية والمنطقية والوضوح ده بخصوص النادي الأهلي والاحتفال والسعادة النهاردة الكبيرة بالتتويج بهذا اللقب خليني بس أقول لكم بعض الأرقام القياسية الخاصة بالنادي الأهلي الأهلي عزز رقم القياسية أكثر عندها تتويجا باللقب القرر عبر التاريخ برصيد 12 لقب في أوروبا مثلا تلاقي ريال مادريد داخل على البطولة 15 واخد 14 لقب فاللي فوق العشرة دول يعني أرقام لما بتتكامع دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال أوروبا بتبقى أرقام كبيرة جدا أرقام مش طبعية عشرة وانت طالع دي أرقام مش طبعية فالأهلي وصل للأرقام مش طبعية دي ريال مادريد وصل لها فـ 12 لقب إنجاز كبير جدا أنا فاكر كأن أول مبرح الأهلي كان بيقول التسعة أو جمهور الأهلي بيقولك التسعة يا أهلي ده دلوقتي الأهلي بياخد الـ 12 ماشاء الله هي دي يا جماعة مصر اهو الزمالك فوق جمهور الزمالك في الفوز الأول ببطولة الكمفدرالية الله ينور عليك يا رجالة الصورة اللي تحت بجمهور النادي الأهلي قابل الفوز بي دوري أبطال إفريقيا هو ده أستاذ القاهرة المليء بالجمهور الحمد لله الحمد لله ابتدنا نمشي في سكة عودة الجماهير الحمد لله المنظر أكثر من رائع الحمد لله المشاهد دي احنا كنا مفتقدونها كتير جدا ابتدت الحياة عود إلى طبيعتها في الرياضة المصرية تتكلم على طبيعة الرياضة المصرية تتكلم الأساس الجمهور فالجمهور لما يكون موجود بالشكل ده أكيد الناتج هيكون في صالح يجريد الكرة المصرية والرياضة المصرية بشكل عام جمهور الزمالك جاب البطولة بفوز صعب جدا على نهضة بركان جمهور الزمالك جمهور الأهلي النهاردة جاب البطولة بفوز صعب جدا على الترجي التونسي نفس النتيجة 1-0-1-0 أحمد حمدي ورامي ربيعة أنا بحسب الهدف رامي ربيعة في الحقيقة يعني واخبالك بس في الأساس إيه؟ هم الناس اللي قدام حضراتكم دول جمهور عظيم وكبير جدا زي جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم وكبير جدا زي جمهور نادي الآية بتتكلم في مصر يا جمهور بتتكلم في جمهور مصر كلها فإحنا بنعيش أسعد اللحظات في الرياضة المصرية ليه لأ؟ وانت بتشوف أكبر ناديين بيفوزوا ببطولتين قريتين مهمين جدا أكبر بطولات القرية وهي البطالة القرية الوحيدة في القرية الأفريقية بكل تأكيد على صعيد الأندية فدي حاجة يعني تفرحنا وتبسطنا بشكل كبير خلينا نكمل أرقام النادي الأهلي النادي الأهلي عاد الإنجاز عام 2005 التطويق بلاقب دوري أبطال أفريقيا من غير ما تعرض لأي هزيمة خلال مشوارة بالبطولة وده حصل في 2005 عايز أتكلم بس على كولر يا جماعة عشان ما كلمتش على كولر خليه بس أكمل أرقام الأهلي هو أول فريق يتوجه بتويد دوري أبطال الأفريقيا وهو لم يستقبل سوى هدف وحيد كان في دور مجموعات أمام ينجي أفريكنز رامي ربيع عادل سنائي والجمعة وحسام عشور في الأكثر تتويجا باللقب مع المارد الأحمر فكل واحد فيهم توجه باللقب بأوليس ست مرات يعني المرة السادسة في تاريخه سرامي عنده حصوص أكبر أنه هو يعدي الأهلي رفع من ألقاب القرية لستة وعشرين لقب بيعزز وصفته في قائمة الأندية الأكثر تتويجا على مستوى العالم بالألقاب القرية رئيس مديد هولب يتصدر تسعة وعشرين لقب ففرق ثلاث ألقاب فقط يعني مش فرق كبير برضو تديد الكلمة عن مصطفى شبير هو أول حارس في تاريخ الأهلي لا يستقبل أي هدف نسخة واحدة من دوري أبطال الأفريق مارسل كولر وده اللي حتكلم بقى عليه دلوقتي أصبح أول مدير فان يقود فريق في بطولة دوري الأبطال دون هديمة في 22 مباراة متتالية أنت بتحسب بالمطشاط اللي كانت مع نهاية البطولة الماضية اللي فاز فيها الأهلي على حساب الودات في النهائي ف22 مباراة متتالية أكبر رقم وصله نادي الأهلي أو فريق إفريقي كان النادي الأهلي مع مستر مانويل جيزي هنا سؤال يطرح نفسه هل مارسل كولر كان 19 مباراة مع مانويل جيزي هل مارسل كولر مش عايزة أقول ينسي جمهور الأهلي مانويل جيزي عشان مانويل جيزي ما يتنسيش ده أمر مفروغ منه بس في نفس الوقت هل يتحط مارسل كولر في نفس المكانة بتاعت مانويل جيزي عند جمهور النادي الأهلي أعتقد الموضوع رايح نحية كده الإنجازات والأرقام رايحها الناحية دي رايحها في الاتجاه ده إن الراجل ده هيتصنف من أعظم المدربين في تاريخ النادي الأهلي مع مانويل جيزي هتقول لي ما انت انتقبته قبل كده عادي بيغلط كل مدربين بيغلطوا ساعات بيبقى فيه فلسفة ساعات بيبقى موفقين وساعات بيبقى موفقين الراجل موفق جدا مع النادي الأهلي الراجل حقق 8 ألقاب مع النادي الأهلي في موسم ونص فقط بس تقريبا السوبر الإفريكي في حاجة تانية يخسرها مع النادي الأهلي بخلاف كاس عامل أندية يعني جاب برضو برونزية ما اعتقدش فيه حاجة قدام التحاد العصير بس هو الخسر السوبر الإفريكي لكن من أصل 9 لحد دلوقتي تقريبا تقريبا من أصل 9 يعني على ما تذكر أو من أصل 10 سيدي أو هتحسب كاس عامل أندية الراجل واخد 8 بطولات فده رقم ده رقم مش طبيعي في سنة ونص 8 جيزي واخد كم بطولة مع النادي الأهلي لو تفكروني يريد تفكروني يا أعتقد أعتقد هيقرب جدا من موسم الجيزي لو استمر سنتين كمان مع النادي الأهلي بس فالراجل كولر ده مدرب جامد جدا يستحق الاستمرار في النادي الأهلي ويستحق أنه هو يحقق الإنجازات دي مع النادي الأهلي كم أقولولي يا جماعة كنت تقولي ماذا؟ آه منذ الجيزية 20 بطولة مع النادي الأهلي ماشي لسه فيه فرق فيه جاب شوية في الأرقام طبعا لكن في نفس الوقت الجيل الحالي أنا أشوف حتى الجيل الحالي ده بالأرقام وبالأرقام وبعدد الوصول للنهايات المتتالية وبكل هذه الأمور بعدي جيل عظيم جدا زي جيل أبو تريكا وبركاته ومتعب والجمعة وإسلام الشاطر وشادي محمد والناس دي يعني أعتقد وعصام الحضر الناس دي كلها يعني فلافيو جل بيرتو فلا تحية كبيرة جدا للنجيل الحالي في النادي الأهلي وتحية كبيرة جدا من المجلس الإضارة وجازفان بيقادر كولر وكل جمال النادي الأهلي ألف ألف مليون مبروك هنروح لفاصل أعتقد كلمنا في كل حاجة واحتفالنا احتفال كبير جدا بفوز النادي الأهلي ممكن يكون عندنا شوية أخبار لي علاقة بنادي الزمالك النهاردة كلمة روح لفاصل أول بعد الفاصل قولنا هنرجع الأول صح ديوف أه حلو أه عشان نهاردة مهم كمان نتكلم معه ديوفنا الأعزاء ونجمنا الكبار كابتن واي الأباني كابتن شريف عفضيل عن تحليلهم ورأيهم في تتويج النادي الأهلي باللاقب الأفريكي رقم 12 في بطولات دوري أبطال الأفريكية بعد الفاصل المكملين في بلاس 90 استنونا أهلا بحاكم من جديد لسه مستمرين في بلاس 90 بينوارني ويشرفني في أجواء سعيدة واحتفالية ومبهجة نجمنا الكبار الكابتن واي الأباني نجمي نادي زمالك الصابقة كابتن واي الأهلا بك وعلف مليون مبروك حبيبي يا أمير مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم مبروك لمجلس إدارة مبروك للجهاز الفني مبروك للعيبة أكيد ما كناش عايزين الجمهور ده روح زعلان طبعا من بساعداء جدا ساعداء جدا لما الجمهور ده بيروح مبسوط أكيد احنا شفنا حتى الفرحة دي الأسبوع اللي فات صح ونفس الكلام كرة من غير جمهور باش لها طعم ولا حاجة جمهور يحرك يعني أي حد الحقيقة طبعا حتى لو أنت مش في مستواك حس إن هو بيديك دفع معنواية كبيرة جدا 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 أكيد فحقيقة منظر جميل النهار ده الاستاذ بالجمهور مبسوط إن الجمهور روح مبسوط اللعيبة تعبت في الملعب الحقيقة مبروك لمجلس الإدارة تاني جهاز فني يستهلوا طبعا النهار ده المباراة مليون مبروك طبعا مبروك لنادي الأهلي ومبروك لكده يا كابتين شيف عفظيبنا وردنا ومشرفنا نارض حبيبي يا عمير ربنا خليك ألف مبروك ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي الجمهور اللي كانت موجودة موجودة متساعة تنين الضهر آآ طبعا ده يعني ده العنصر الحقيقي اللي إحنا مفتقدين وبقالنا كتير الحقيقي والفعال في كل حاجة الحلقة اللي فاتت تكلمت معاك قلت لك للمدير الفني بتاع التراجي كان بيتكلم قال لك إحنا عنا عرف نلعب إزاي في استدقائها أكيد هو عارف النهاردة استدقائها هو عمل إزاي آآ مرعب الحمد لله أطبع الرعب دي مش من فراغ هي من تحقيقه للإنجازات والقوة جماهيره والصخب الجماهيري اللي موجود والرؤية اللي إحنا شفناها والتنظيم الأجمل ما يكون النهاردة كانت صورة جديلة مشرفة استلام الكاس في أجواء هادية فيها تنظيم رائع فالحمد لله كان الشكل أحسن ممكن كان بس بطولة الزمالك ممكن بس كان فيه عدم تنظيم شوية بس الحمد لله طبعا كل ده تنظيم راجع للكاف آآ ده اللي أكلنا الدكتور عشو في صبح معنا الكاف هو المسؤول عن التنظيم ده الحمد لله الصورة راجعت لنا أحسن من الأول ومبروك لنادي الأهل وجماهيره ومبروك لمجلس الإدارة ومبروك للجهاز الفني واللعبين على الدور اللي قاموا بيه النهاردة وبالذات كولر النهاردة قدر مباراة بحنكة وأقتدار بالضبط دي حقيقة عندنا كلام كدير جدا عجوانب فنية ليه علاقة بالمباراة فخيبت إيه بعد كابتن وقال أباني يعني كولر ما غيرش في التشكيل تشكيل هو هو بس يسنقى طبعا معلول لتصفى أول ماتش اللي فات نزل كريم فؤاد مكانه النهاردة برضو كريم فؤاد أساسي هل ده بشكل أو بآخر خصوصا أن أنت بتلعب على لقب كبير زي بتقول دوري أبطال أفريقيا وده اللي حصل النهاردة كولر دايما بيركز في المغارات المهمة جدا بس الأكتر آآ أكتر يعني حتى لما تيجي تتكلم حتى على التغييرات النهاردة تغييرات كلها مفيدة آآ فكولر مش دايما يغير تغييرات مفيدة خلينا صلحة لكن هو بيركز في المغارات الكبيرة قوي آآ بيركز في التشكيل قوي بيركز في التكتيك بتاعه طريقة اللعبة كويس هو مغيرش حاجة زي ما أنت قلت غير علي معلول وده كان طبيعي أنه هو يلعب كريم فؤاد لأن كريم فؤاد هو اللي لعب المباراة اللي فاتت وكريم فؤاد ليه أدوار معينة وهو محددها كريم بدفع كويس قوي خل بالك آآ ممكن يكون هجوميا مش زي علي معلول لكنه هو ليه دور معين صح عشان كده لو تبص النهاردة إمام أخذ الحرية ناحية الشمال كتير صح محسين الشحات فالاثنين كانوا وغدين حرية بشكل كويس قوي لأنه هو وراهم كريم فؤاد هو اللي بيغطي الحتة دي لأنه ما بيزيدش كتير فإدى آآ الميل كتير قوي لإمام عشور على اساس ان هو لحل النحل الشمال في النواحة الهجومية خصوصا هي كانت مفتاح مهم الاهلي وعلي معنون موجود طبعا احنا تكلمنا قبل كده وقلنا علي وحسين وإمام هما مفتاح الجبهة دي عن الجبهة اليومنا فده كان طبيعي النهاردة لعب أكرم ولعب مدوان ولعب إمام تكلمنا على أكرم قبل كده وانا يمكن اديته حقه معلش أطعك عشان معاه مداخلة مهمة جدا مع مدام مهة والدة مصطفى شبير بطل الاهلي النهاردة وبطل أفريقيا مدام مهة أهل وسلم بحضرتك أهلا يا أمير الله يبارك فيك زي حضرتك يا فندم ألف مليون مبروك الله يبارك فيك الحمد لله وبسلم على الناس اللي عندك الحمد لله الله يسلم مبروك استعادة الكابتن والأرباني وكابتن شريف عفضيل وطبعا مباركة كبيرة الله يبارك فيهم أكيد الفرحة مختلفة أنا عارف أنت أهلوية قد إيه طبعا زوجة الكابتن الكبير الكابتن أحمد شبير فأسرة كلها أهلوية لكن أكيد الفرحة بتبقى مختلفة ومصطفى في الملعب بيسان بشكل مؤثر في بطولة أكيد الحمد لله طبعا مصطفى ليه فرحة تانية بس الحمد لله بنحمي ربنا وبنشكر فضل الحمد لله فضل ونعمى من ربنا الحمد لله ألف حمد وشكر لك يا رب كلمينا مصطفى يعني احترافيته عاملة إزاي بيحافظ على نفسه إزاي بيغزي نفسه إزاي بيحافظ على مستوى أنه هو يحقق رقم كياسي ما حصلش قبل كده في تاريخ البطولات الإفريقية أن يعد تسع مطشاط كحارس ما يستقبلش ولا هدف أكيد ده نتاج مجود عظيم جدا قام بيه مصطفى نفسه الحمد لله مصطفى من صغره ومن خمس سنين هو بيلعب في النادي الأهلي وبيشتغل على نفسه كويس طبعا الصد يرجع لربنا وللمدربين ولزميله اللي بيلعبوا معها في الفرقة الحمد لله مش مجهود لوحده يعني مجهود مشترك الحمد لله في نصايح من الأسرة أكيد من الكابتن أحمد شبير نفسه وممكن من حضرتك طبعا كوالدة مصطفى إيه بتكون النصايح لا أنا ما بديش نصايح أنا بادع بس بس بادع بس أيوة كفاية دعوات الأم لا دعوات الأم كفاية لوحدها بصراحة نصايح بقى ممكن مع بابا أو كده يعني إذا هو طلب لكن هو شغير ما بيتدخلش إلى أن مصطفى طلب حاجة أو يسأل عن حاجة تمام غير كده لا هو مصطفى بيشتغل مع نفسه بيشتغل على نفسه الحمد لله وربنا فضله كبير علينا جميع الحمد لله هل مصطفى محظوظ أنه طالع في وقت فيه حارس كبير زي محمد الشيناو بيستفاد منه على صعيد الخبرات بيستفاد منه على صعيد الشخصية على صعيد الإمكانيات الفنية كمان طبعا العلاقة ما بينهم كمان كلمين على الجزئين للناس كتير قوي تكلمت في حاجة الشيناوي ده ابني الشيناوي ده ابني ابني وحبيب مصطفى طبعا وحبيب مصطفى وكابتن النازل آهلي وكابتن مصر شرف لينا طبعا أن مصطفى بيلعب مع كابتن الشيناوي طبعا طبعا هكي بيستفاد منه كتير كتير يعني مشانا اللي تكلم في الحاجات دي يعني قولك أنا بدعي بس تدعي بس طب أصعب اللحظات اللي عدت عليكي خلال المطشمت وع النهائي زهابا وقيابا عايز أقولك أن كل المطشات صعبة علي كل المطشات أنا شفت الكلام ده بعيني في كاس مصر والسعودية شفت الدنيا كانت صعبة جدا في الحقيقة أنا على طولك حتى لو بيلعبوا مين أنا على طول كده أول موقفة بينزل الملعب أنا ببقى كده على طول مهما كان المطش مين فين إمتى إزاي أنا بدعي بس الحمد لله الحمد لله طيب كلمتي بعد المطش أكيد الكلام كان إيه حكيني بقى هحكيلنا لا أنا بظهرت بس بظهرت برضو هي دعوات وظهراتة بس وفيش حاجة تيه كلمني فيديو كل زفا جنبه طبعا 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 ويحفظه وأنا بظهرت ولا هو سمعني ولا أنا سمعته أكيد سمعتين بعد بس في الصورة وخلاص لسه ما جاهش هو لسه ما وصلش لا لسه بيحتفلوا بقى وكده وبتصوروا أكيد الحمد لله طيب أعيس أكي سؤال مين أشطر مين أحسن الكابتن أحمد شوبر ولا مصطفى شوبر ها محد هاي سمعنا محدش سمعنا وتلقيش محدش متعاكد محدش سمعنا محدش طب شوبر وفهمها بقى زي ما تفهمها الشوبر وخلاص يعني مفيش حد فيهم والحدق يفهم نعم والحدق يفهم والحدق يفهم خلاص واضحة كده أكيد مصطفى مفهاش يعني قدام محدش سمعنا اه بالزبط مش هنبعت للكابتن أحمد هذا ما شاء الله عليها شطرة اه طبعا طب في صورة احنا عرضينها قدامنا طحفة الشناوي ده جماعة اللي شايل مصطفى صح محمد الشناوي شايل مصطفى شوبرم الفرحة ومع الجمهور طبعا طبعا وده ده دور شناوي كقائد يعني طبعا شناوي ابني ابني كلهم كل الحراس بتوع الاهل والادي وحتى اي حارس مربا بيلعب ببقا تعطفها معا اه طبعا طب بالتعكيد يعني الحارس النهاردة الحارس الصغير بتاع الترجي اه مميش يا ربنا يكرمه اه طبعا ببتعطف مع اي حارس مربا اه ايه دي الام المصري اه انا مع كل صح مع كل الشباب صغيرين بطرنا الله حاجة جميلة يعني حتعزمهم على ايه بقى الشناوي ومصطفى رمالي هم العزومة بتاعتهم كله عارف بقى بيأكل الحمام عندنا والمحس حظين المانيو بتاعنا طيب بتحلمي بايه لمصطفى في مستقبله يا مده والله ربنا يكتبله الخير ايا كان اكمل في الاهلي سواء احترف الخير ربنا يكتبوله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله بباركلك وان شاء الله دايما كده تكون يفرحانا بالمصطفى وبالنادي الاهلي باذن الله الله يبارك فيك وابارك جمهير الاهلي وبارك لمصر كلها وسلمي على الجوف اللي عندك والف والف مليون شكر بشكر حرك شكرا جزيلا مدام ماها طبعا زوجة الكابتن كبير طبعا اعلامي كبير كابتن احمد شبير ووالدة طبعا نجم النادي الاهلي وحارس مرمى الاهلي البطل مصطفى شبير في المداخلة كانت مهمة جدا كابتن واقل نتكلم عن الجوانب الفنية اللي على كل مرة تفضل عجبك جدا انت غراب بتاعت كولر اللي تعامله مع المباراة والنهاردة كان مركز بشكل كبير باكيد احنا قلنا حتى تكلمنا يمكن كل الناس كانت متوقعة ان اقفش هي لعب مكان اكرم لكن دايما امير انا بكلمك على اكرم توفيق ان هو لعيب كويس او مهم وليه ادوار مش كل واحد في الملعب لازم يكون لعيب كرة كويس لكن في ادوار انت بتاديها بشكل كويس اكرم من نوعات اللعيبة اللي هي في نص الملعب او باكرايت فليه دور ليه دور مهم جدا ماشي يفرلك نص ملعب يفرلك حتة الباكرايت ممكن يكون مش لعيب كرة كبير مش جمالي اه لكن مفيش حاجة اسمها لعب حداشر لعيب كلهم لعيبة ايوه بيكملوا بعض لازم يكمل في ناس يقولك لا مفيش حاجة اسمها كده والكرة والمتعة الكرة زي ما هي متعة زي ما فيها تاكتك زي ما فيها وظايف زي ما فيها امكانيات مش كل الامكانيات واحدة وده في كل العالم ده طبيعي اه قد النهاردة اقرب مباراة هيلة طبعا ممكن كنا نقول ان هو كان هيلعب رضا سليم على اساس ان بيرستاو ما كانش برضو فايق في المباراة الاولانية وهو قلنا المباراة الاولانية كان هيحط بيرستاو عشان السرعات والهجمات المرتدة لكن انت النهاردة عايز لعيب كرة كويس لان فرقة زي ترجيها تقفل صح لكن هو ليه حاجة عايز اسألك بقى في حاجة هنا فنية مهمة جدا انت دلوقتي التغييرة بتاع بيرستاو انزل ديانج اللي راجع من فترة كبيرة حتى ما تجهزش على الصعيد الفني لكن الراجل وثق في قدراته فنزل ديانج هل نزول ديانج كان افضل عشان تقفل نص الملعب تماما بوجود اقرم ووجود مروانعطية قبل ما يطلع افضل من ان الريدس ليم ينزل كتغييرة تقليدية بخروج بيرستاو ما كان الريدس تاكتكيا افضل ليه بقى لان انت برضه مش واخد بلك من حاجة هو غير بيرستاو مما كانه حط ديانج في نص الملعب صح طب سبق من في نص الملعب لا حطه مكان بيرستاو خلاص وجام حسين الشحات انه حد تاني هو كده يعتبر غير واحد بواحد يعني انت بدل ما تقول ايه هو غير واحد من نص الملعب بواحد جناح لا هو حطه واحد غيره جناح تمام وحطه واحد في نص الملعب بس يقفل للحتة الدفاعية لان امام برضه اخد بالك عشان يروح ويرجع ده مجهود عليه طب فهو برضه زاكي لان لا امام مش هيقدر يدافع يقفل تحت لانه هو دلوقتي اخد بالك الشحوت التاني معظمه او كله كان بيلعب من تحت من نص ملعبه فا امام مش هيرجع المساحة دي وبعدين لما تعوزه في الاجمة المرتدة يروح وبعدين يرجع الحتة دي مع المجهود مش هيقدر فعمل ايه؟ قالك احط واحد في نص الملعب برضه كوي يبقى ثلاثة في نص الملعب اقوية يقفلولي قدام المساكين والاتنين الباكات تمام؟ وخلي امام في النواح الهجومية حتى تحس ان امام بتحرر شوية في النواح الهجومية وشاط واحدة كان ممكن تيجي هدف فهو اخد بالك ده اللي بيقرأ الجيم بقى عشان انا قلتلك ايه؟ تغييراته هيلة طبعا فهو لا عمل شغل كويس النهاردة كابتن شريف تقييمك ايه؟ خصوصا الناس كانت بتتكلم بشكل كبير حتى اسناء وبعض المباراة كلنا كنا شايفين النادي الاهلي مش في افضل حالاته بشكل ملحوظ لكن في نفس الوقت كان الاهم النتيجة وده اللي نجح فيه النادي الاهلي ان الاهلي ميبقاش في افضل حالاته النهاردة هل بتشوف ان ده مش مش مهم او ان انت تكون احسن حاجة على قد ما مهم ان انت تكسب ويه الاسباب اللي قدت لكده؟ هل ده بسبب ان دي مباراة نهائية والبطولة النهائية وكلام من ده او لا؟ اكيد في البداية انت لو اخدت بالك يا انا والناس كلها اخدت بالها احنا الجن جي في اول ضربة ستة صح اول مباراة فيغير اي سيناريو اي مضوع انتهى اي تاكتك واستراتيجيات انت شغال عليها او تاكتك مع اللعيبة عشان تبدأ تقرأ افكار المدرب او الخصوم بتاعتك انت غيرت كل السيناريو بالجن يجي بدري اه فانت تطريدك وتعمل ضغط عالي وتعمل اه تخلق فرص وتعمل عملية ضغط جماعة اتجاه الكورة وتستخلص كورة عشان تقدر تخلق فرص مش فجيت ان انت جيبت جن بدري اه فبدأت يتخاف بقى عندك بلانس اه وبقى عندك تخوف بدري بس انا عجبني شخصية اللعيبة بتاعتنادي الاهلي الشخصية الشخصية وقدرك اللعيبة على الحفاظ طول التسعين دقيقة ان هو يقدر يبقى كسبان واحد سفر وان هو ما يجيش في جنوب لو تفتكر امير الحمد لله مكر اتكلمت معاك وبرتين انت هنكسب كامل انت هنكسب واحد سفر اه حسنا ده ان شاء الله هيخلص واحد سفر وهنكسب واحد سفر لان المشاق دي بتخلص بالذات لما الفريتين ووصلين بمستوى متقارب اقوى خط ادفاع اقوى خط ادفاع افضل حارس وافضل حارس صعب جدا تجي فيهم اكتر من هدف بالذات على المستويات الكبيرة والافريقية اللي انت شعيف في هديم المستوى الفني بتاع اللعيبة النهاردة التاكتك والاستراتيجي بتاع الكولر اتغير تماما بعد لما احنا جبنا الجون اللعيبة دلوقتي بقى عندها تخوف ان انا يقدر يبقى فيها جون الراجل بتاع الترجه هو كمان اتفاجئ انا داخل في جون بدري فاضطر غير التراتيجي بتاعته واضح ان حتى افكاره التدريبية ما عندوش حتى البلد البلد قبل انت لو ضغط عليه من فوق ما بيطلعش بها كويس عملية الاستحواز او البناء من وسط الملعب عنده مش احسن حاجة اه حتى تمرير الكرات ازا كان كروسنج او عرضيات شوتنج عجون ممكن هي كرة واحدة بتاعت الساس مع رودريجو رودريجوز اللي سندهاله في نهاية الشوت الاول تقريبا او بداية الشوت تاني ايوة سندها الساس اه لا لا في الشوت التاني في الديها اتنين وستين اه اه اول الشوت التاني لما عملها بيمينه مع الساس اه اه انا انا نفسي اه انا وقفت كده نفسي وقف سانية كده فاهم اتخضيت طبعا لايك كويس اللي اولا سندهاله برازيلي طبعا امكانياته عالية جدا انا فردي ولكن هو ما شعاف احنا اللي بيجيلنا برازيلي من جولنا دول بيبقوا ايه مش عارب برازيلي الصيني برازيلي الصيني هي دايما انا اصل انت كنادي اهلي اه اه او الاندية كبيرة عموما لما تيجي تجيب لعيب لازم تجيب لعيب سوبر امم مش هتجيب لعيب وجرب حظك فيه صح هي دي مشكلة هيقول لك اصل لعيب القفاركة بيجوا للاندية الصغيرة امم جام دي ليه عشان اه معلش الاندية الصغيرة والمتوسطة ممكن تجيب اي حد صح انت لو جبت واحد مش معروف الجمهيرة هتهجمك اه الاعلام مش هرحمك مزوط هي دي الفكرة اه اه دي دي مشكلة نادي الاهلي والاندية الكبيرة بالذات في استقطاب اي لعيب اكبار كنت مع تشكيل كولر اه طبعا تشكيل اه طبعا تشكيل انا برضو في الاسبوع اللي فاته انا قلت لك هيلعب بنفس التشكيل مش هيقدر اه انا كريم تعدى بشكل كواس جدا والنهار ده كان رائع وانا على فكرة انا لعبت اتنين اه افريق برضو بك شمال اه يعني كونفدرالية صح واحد كونفدرالية واحد الترجي والترجي اه اه اللي هنا كان في جروج العرب اه اللي هنا بتغربو بلعرف كنت بك شمال هنا اه اه اللي هولاني هنا ناك شمال لما سيد حمدي جاب جن في الاخر صح اي و رح جا عمل لهم حركة و رحت في الاخر رحته وكسبته هنك وكسبتنا هناك اثنين واحد برضو سيد حمدي عمل جن جده جده وكان وليد سليمان وليد سليمان وابوتريكا ضايا اع ضرب الجزاء انا فاكر ده سيلفا كان اخدر بالجزاء وضاع حوص بلت اه ده حاي فانا ده شافت تشكيل بتاع كولر الممتاز اه ريته لاجيم اثناء المبارا او تغييراته ورايته للجيم دي اللي كانت بالنسبة لي مفاجأة. مم. وينزول. مفاجأة. اه طبعا. ليه? لما واحد يبقى بعيد. يبقى كده انت عندك مدرب. خلينا احنا نتفق ان احنا مهما امتقدنا اه كولر بننتقده فنيا في مباريات. طبيعي. بعض المبارات ده طبيعي. طبيعي. ولكن عمرنا ما نقول الراجل ده يمشي. مم. الراجل ده محقق في دي سبع بطولة. دي تامن بطولة. دي التامنة. صح? في سنة ونص. خسر بطولتين. انت متخيل عشر بطولات دخالوا بخد تمانية من اه وخسر اتنين. انت متخيل. احنا دايما النقدنا لي بيبقى نقد لازع بعض الشيء. لا ساعات التأخيرات ورؤيته الفنية في حاجات ده طبيعي جدا فكورة. اه في اختيار مثلا كلام. معانيش يعني لا كلنا لازم. اه طبعا يعني. ولكن طبعا الراجل عنده النهاردة زي ما كزا مرة بقى قبل كده ما في تغييراته وفي قراراته. توقيتاتها كمال وكده. انما النهاردة كل تغييراته ممتازة حتى اه لما اجي اختار واحد زي دينج بقى الاربع خمس شهور ويرجع ايه 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 انا كنت شايفه. حد تاني يقول لك ايه? طب انت ما جهزتش دينج ليه فترة رفاتت موقع موجود. ما تدينه دا ايه. ياسر ابراهيم. انا بحسوا انه الناس دي بالنسبة لها هو واثق فيها جدا. ايوا. واللعيبة دي جهزة اوه في التمرين وشايفها. حل حل. دي حاجة. وتاني حاجة انا بكرمهم. اه. الناس دي راجع من اصابة طويلة. والناس دي كانت شايلان كتير. بس التكريم ده ما نكون الناس. انا معاك. انا معاك. بس هي كانت خلاص اخر ربع ساعة. اخر ربع ساعة. صح كده? اه. ربع ساعة وياسر ابراهيم نزل في الوقت الضايع. في الحاجات دي. اللي هو التأمين الدفاعي وكلام. دي انجي لاب تمانية وعشرين دي دي. بالوقت الضايع. اه. بالوقت الضايع. اه. خلاص. ولكن اه لا ارايته ممتازة. اه قدرت اللعيبة اللي نزلت ارايته للعيبة اللي نزلت قربات اللعيبة. تعاليني اقول بس ان دي فرحة جماهير الاهلي في المملكة العربية السعودية. كبروا الصورة يا جماعة من اصدقائنا هناك. مهندس محمد النواوي. بعت لنا اللعطات والسور دي. كبروا الصورة يا جماعة عشان الناس تشوفها. اه. بعت لنا اللعطات دي والفيديوهات الجميلة دي من محافظة الاحساء بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. مش عايفة ماشي اهي قدام حضراتكم. ففرحة جماهير الاهلي في كل مكان في الحقيقة. جمهور الاهلي بتلاقيه في اي حتة موجود. بصوا الاعداد هناك الناس قاعدة مهتمية. اه بالمباراة الشغف والمتابعة والاهتمام طبيعي جدا. جمهور الاهلي ايا كان هو موجود في انهي منطقة في انهي دولة. لازم حيتفرج على مطشط فريقه. خصوصا ما تكون مباراة زي دي كابتن شريف. امير انت هتروح في اي مكان في العالم هتلاقي جماهير الاهلي موجودة فيه. ام. ده لا نقاش فيه. احنا كان عندنا كاس السوبر وفي المملكة العربية السعودية كنت شفت الجماهير الاهلي عاملة ازاي هناك. طبعا. الحمد لله يعني في كل مكان هتلاقي الجماهير الاهلي جماهير الاهلي هي اعظم شيء موجود. طبعا. ماشي. لقطات جميلة بصراحة. اه طبعا. انا بصراحة واحد النهاردة شاف الاستاد والمنظر الجماهير. طبعا. النهاردة طبعا الاهوي في مصر وكلها كانت المنظر ده يعني. انا عايز اقول لك اكسب الله انا انا قفلت التليفون وكتر الناس. والله. لو تذاكر يا ناس. لا لا تذاكر ده كلنا. بص يعني كلنا بنستخده. الحمد لله انه ماشي خلص. والله العظيم. الحمد لله انه مجدد. سبحان الله يعني لا بجد يوم جميل ويوم مبهج. وعايز بقى يعني اضحكك. تقول لي. يعني كولر قال لك انا يعني انا عارف ان انا وانا رايح على الاوتيل. اه بتصراحاته دلوقتي. اه الناس هتقول لي البطولة التلاتاشر. ام. طيب. عايز اقول له انت ده قدرك وده قدرنا. هو ده النادي الاهلي. بالزبط. انا كنت اخد البطولة امير بالليل. ايه. ايه. التمرينة الصبح. ام. اتلاقي الوشة قلب. كل حاجة قلبت. خلاص. بتنسى. خلاص خلصت. اه. والمصحف خلاص. اه. والناس كشرت. حتى في الاودة متتكلموش عالماتش عالبطولة. لا تاني يوم واحنا في الاودة نزلت الملعب التمرين موضوع خلص. اقلب على البطولة الجديدة. اه. هو ده النادي الاهلي. هو ده. هي ده الحاجة والنادي الاهلي. طيب. عشان كده هو مختلف. عشان كده هو بطل القرى. صح. بمناسبة كولر فخليني اقول يا كابتن واقل التصريحات وكلها. قالك ان هو طبعا مبسوط جدا بالتتويج والبطولة الافريقية على حساب التراجي. قال خلال مؤتمر الصحفي ان من المبكر الحديث عن كأس العالم عشرين خمسة وعشرين واهم حاليا الدوري الساخن والمضغوط. هو مدرك جدا صحابة الموقف خلال المرحلة المقبلة. قال انا اعرف كويس ان بعد ما اوصل الفندوق لسه كابتن شيف عبد الفضيل ان اللاعبين سيطالبوني باللقب ال 13. رقم 13. وده اللي اتعودت عليه هو النادي الاهلي. بيطلابوا بطولة وراء الثانية. الشيء سلبي ان هما مش بيعرفوا يحتفلوا. ان الاهلي وجماهيره مش بيعرفوا يحتفلوا بالبطولة. هو ده الشيء السلبي في الموضوع من وجهة نظره. قال عندي طموح كبير جدا انا اقدر يساعد الفريق واللعبين والعاملين في النادي من اجل حصد بطولات اكثر والاستمرار في حصد مزيد من الالقاب. اعتقد ان المباراة لعبناها كما كنا نريد خطاتنا وكنا نضع في حساباتنا ان انا نسجل في اول ربع ساعة. كنا بنحاول يعني نكسب او نجيب جون في اول ربع ساعة ده اللي حصل. الهدف جيب بنيران اه صديقة. حطيت سبنا الريهات من المطش اشتغلت عليها. بخلناش التراجي يخلق فرص خلال مباراة بخلاف تصويبة اللي احنا اتكلمنا عليها برضو بعد يوفنا. قال لك المباراة النهائية اه بتلعب بشكل تيكتيكي وبحذر ولهزا وبحذر متأسف ولهزا قد لا تكون ممتعة للجامهير ويمكن المباراة فيها ما كانش ممتعة النهاردة. قال لك انها ممتعة للمدربين. يقول لك المدربين تشتغل بالتاكتك. الدنيا تبقى منتعة بالنسبة لي. قال لك التراجي يقدم بطولة اه كبيرة. طيب ده بخصوص تصراحات اه كلار. عندك اي تعقيب عليها كابتن ويل? ده كلها تصراحات طبيعية. اه. اه. اتكلم بمنطقية. اه. اه. وقال الجمهور بيطلبوا بالبطولة التلاتاشر. وده كل نادي شغال على نظام. صح. بيكمل على هذا النظام. اه. دي حاجة الحاجة التانية. هو قال لك المباراة انا اشتغلت عليها. وكنت بحاول ان انا سجل في الربعة سالة اونية وبعدين غيرتك تكيان. فده طبيعي ان كل واحد بحط النفس السناريات. صح. وده اللي احنا بتتكلم فيه امير. ايوة. ان الناس لما بنيجي تكلم لازم تعرف انت بتتكلم فني. اه. لازم تعرف ازاي الناس دي بتتحرك. ازاي دي بتغير. ازاي ده بيلعب. ازاي ده لي دور معين. ازاي ده واخد حرية معينة. ام. ما بنيجي نتكلم حتى في مطشاط او ننتقد زي ما قالك شريف. احنا بننتقد فنيا. ام. وفنيا نقول لك ليه داخل الملعب. الحركة ازاي. الباص عامل ازاي. طب. مش بنيجي نقول لك ايه. ده راجل ما عندوش فكرة. ده راجل مش عارف ايه. طب يديني انت ليه ما عندوش فكرة. ام. قول ايه اللي حصل داخل الملعب. ام. ايه التاكتك اللي انت بالنسبة لك يرضيك. واقول للراجل. ام. ما بتقولش. ام. يعني انا حتى. يعني احنا لما بنيجي نتكلم فنيا. وننتقد الراجل بنقول مسلا. تغيرة دي غلط. المفروض مسك يلعب من ناحية فيه نقطة ضعف هنا. طب ما فيش حركة مميزة بين مسلا محمد هاني على بيرستاو على مسلا حركة في نص. بنتكلم فنيا بحركات معينة ما كانتش بتحصل في الملعب. ام. النهاردة حتى لما تتكلمنا على التغييرات قلتلي ديانجي قلتلك تغييرها هيلة. اه. وقلتلك ليه? لان حط وعد في نص الملعب. اه. تمام. قوي في نص الملعب. عايز يقفل نص الملعب لان اخد بالك التراجل مسك نص الملعب. ام. تمام. فهو لازم يعمل حائط صد. صد. قدام الاربعة اللي هما في خط الضهر. وده كان طبيعي وده الحرية للتلاتة اللي قدام. ام. تمام. وبعد كده عمل ايه? قلتلك انه حط امام اه ناحية اه حسين الشحات وجاب حسين الشحات فين? ام. فهي التغييرها بقت واحدة بس قالك احط واحد في نص الملعب. طب انت مثلا واحد يقول لك ايه? ازاي حط ديانجي مثلا هو بقاله فترة ما بيلعبش. اه. لازم تعرف حاجة. ايه بقى? ان ديانجي لعيب كبير. اصلا ام. المفروض انت متقلقش من لعيب كبير حتى لو هو حساسية الكرة مش عنده. ام. فانت برضو مع الناس اللي موجودة اخد بالك لان ايه? بص بقى انا بحللها لك ازاي? اكرم. تمام? وعندك مروان قبل ما يطلع اصلا هم مسكين نص الملعب. يعني اقوية في نص الملعب دفاعية. ام. فديانجي حتى لو هو وده خمسين ستين في المية بس واقف في مكانه. فهو هو في الاساس لعيب كرة كويس. طبعا. تمام? فاحنا بنتكلم في يعني معلش مع احترامي انا ممكن النهاردة اتكلم على طاهر. اقول لك بدل ما ينزل طار ينزل آآ ردس ليه. مثلا. صح. تمام? صح. اه. تقول لي ليه? اقول لك لان طار مش في احسن مستوى. وبعيد اصلا. انا بقول لك طار. فحتى لو بعيد لما نجي نتكلم عالمستوى بقى بص هنا الفرق. لما نجي نتكلم عالمستوى بتاع طار مش هو طار محمد طار. بتاع نادي المولين او بتاع اول مسم او تاني مسم في نادي الهاتف. احنا بنتكلم ايه? عالمستوى مش عالبعد. احنا. فقلنا ايه? لا يبقى ممكن ردس ليه. لكن لما تيجي تتكلم على لعيب كبير. انت فاهمني? وهو اصل لعيب كويس. لما تيجي تلعبه. بالعكس هو ممكن نكون مشتاق للكورة فيديك افضل حاجة. احنا. حتة دي. طيب التغيرتين التانيين اللي هم في الدقيقة تمانية وسبعين. تغيرتين برضو كويسين جدا. اه. اللي هم. سبت. سبت الاتنين. اللي هو اكرم. خلى اكرم بقى متأخر. بعد ده ما كان اكرم كان بيلعب تمانية. لا خلى اكرم متأخر. وخلى ديانجي متأخر. وبعدين حطي لك افشة بقى هو اللي يمسك كورة. وحطي لك كهربا اللي هو يعتبر برضو نازل بدني كويس. واصلا كهربا بتحرك كتير. صح. يعني تحس التغيرتين دول في الدقيقة تمانية وسبعين. في دقيقة تمانين النادي الاهلي هو اللي مسك الجيم. صح. بص العشر دقائق الاخر اللي الناس بتتكلم انه كان. في خطورة. الخطورة كانت على الترجي. مم. اللي بتفرج على ال كورة بتاع افشل في العرضة. بص ما احترامي. بص ما احترامي الكل الناس بتوع الكورة. انا راجل بقول لك بتفرج وبركس كويس قوي. ماش. اخر عشر دقائق هم بتقوع النادي الاهلي مش بتقوع الترجي. مم. سبت اغيرات كلها. افضل عشر دقائق في المباراة للنادي الاهلي هم العشر ده الاخر اللي الناس كلها تقول لك ايه احنا حطين ايدنا على قلبنا بالعكس ده هو مسك الجيم افشا مسك كورا بشكل كويس كهربا اتحرك بشكل كويس فاهمني ديانج افل كويس اكرم افل كويس تمام فالجيم اتقلب العشر ده اتقلب من اللي ضيع فرص انت بوص في الدياة تمانين بتاعت امام عشور في الدياة تمانية وتمانين الفاول بتاع افشا نقلت شوية يعني ديها بسبب تغيرات كلك طبعا واحد يقول لك ايه لا بس النادي الاهلي ملعبش طب هاتلي بقى فرصة للترجل ما فيش غيرهية بتاعت اساس ده ما بحسبها هي حلوة موتش حاجة بص لا هي بحوالي نص يارض هي خطر بص هي خطر انا قلت فرصة واحدة طب يبقى الراجل هنا ناجح تاكتكية انت بتتكلم لما بص النادي الاهلي بتتكلم على الهدف الاولان في الدياربعة وبعدين فرصة في الديار 13 اللي هي شوطة وسام وبعدين شوطة برستا وبعدين شوطة الشحات وبعدين في الديار 39 الانفراط بتاع حسين الشحات اللي هو اتأخر فيها بتتكلم في خمس فرص شوط الاولاني بتتكلم في فرصتين الشوط تاني يعني انت بتتكلم في سبعة منهم هدف طب الترجل ايه ملوش يبقى مين اللي نجح تاكتكية هي الكرة تاكتك الكرة تاكتك وقراية يا جماعة الناس اللي بتتكلم لازم تعرف ان الكرة تاكتك وقراية انت عايز تطلع بايم الجيم وتمشي الجيم ازاي ممكن يكون الكرة النهاردة مش احسن حاجة بالنسبة لنادي الالي عشان الناس اللي بتقولك مش احسن حاجة لكن لازم تعرف ان هو اشتغل افضل حاجة تاكتكية حتى لما جينا نتكلم على المطش اللي هناك امير وتكلمنا اقول ان ايه النادي الالي اشتغل صح مش في حالته فهو حافظ ان يطلع النتيجة صفر صفر لان هنا في استهاد القاهرة امور مختلفة انت بتلعب على هدف هناك برضو ما كانش فيه خطورة على النادي الاهلي اه ما كانش افضل حاجة وقلنا ان وانا قلت الاهلي كان ممكن يخطف هناك وانا قلت ان اول مرة النادي الاهلي يلعب خارج مصر مايروحش بهجمة بس ليه لانه مش في احسن حالاته فالرجل عمل ايه قفل بشكل كويس اطلع بالجيم كده وبعد هنا بقى اتعامل مع الجيم اللي هنا والرجل اشتغل صح لا زكاء على فكرة ونجح فالناس لما نيجي نتكلم على مدرب بنتكلم عليه في وقتها لكن لما تيه تتكلم على احصائيات تقول لي مثلا كولر ده انا اسف ما عندهش فكرة يبقى انت بتهزر طبعا يبقى انت انا اسف انت اللي ما عندكش فكرة ازاي تقول كده طبعا فلازم لما تقايم مدرب تقايم صح تقايم كتوتل مش تيجي مثلا انا كده ما انتقدش لا ممكن تنتقد اي مدرب ينتقد وخد بالك انتقادك ده من وجهة نظرك الشخصية لا خد بالك كمان انتقادك من وجهة نظرك الشخصية صح صح اللي الناس يا اما تقبالها يا اما ما تقبالهاش وخد بالك الناس بتفهم كورا يعني احنا لما بنتكلم بنتكلم على حركات معينة حصل حاجة معينة تاكتك معين انت بنجح بايه ما نجحش بايه طب هو بقى اللي شايف الموتش إيه اللي حصل فيه؟ قل لك الراجل ده بتكلم كويس ولا بتكلمش كويس الراجل ده بتكلم فنين كويس ولا بيقول أي كلام لكن أنت بتتكلم على حاجة وجهة نظرك أنت الشخصية فأتمنى لما نتكلم على مدربين أو لعيبة نتكلم على فنيات ولما تيجي تنطاقت حاجة حتى خارج الفنيات خليها يعني بشياكة شوية فاهم؟ طيب كابتش الشريف الكلام كان كتير قوي قبل المطشين بعد عودة الشناوي عن مشكلة خاصة بالشناوي أنه هو بيصر على المشاركة في المباراة النهائية وأنه هو مش عايز يعود دكة والناس كتير قوي هجمت الموضوع ده لما تعرضو لنا صورة الشناوي الشوبير بعد المطش تعرف قد إيه الشناوي كان واضح قوي مدى يعني تقديره للمرحلة وللمباراة النهائية ومدى تفاهمه لجاهزية مصطفى شوبير رغم أنت بتتكلم على حارس كبير قوي زي محمد الشناوي أعتقد الصورة اللي حنقريدها قدام حضراتكم دلوقتي حالك يا كابتن شريف بترد أهي بترد على أي حد شكك في أن الشناوي مش عايز يعود دكة في أن الشناوي بيخترق بعض الأزمات في النادي الأهني في الشناوي بيتمرد وكل لهذه الأمور رأيك يا كابتن شريف رأيي أن كل الأكاذيب أكاذيب اه اتقالت على الشناوي برفضه أن يقعد دكة هو قعد دكة أن في مشاكل بينه بعتوله تصريحات الشناوي جماعة هو موجود دلوقتي الراجل بص هو متبني شو بير صح متبني حمز علاء ومتبني مصطفى مخلوف اللي أربح رأس دول كانوا في الناشئين وكل دول اللي عابوا معاه خلاص فالراجل لا بيثبت عكس الكلام خالص يبقى هنا زي ما قلنا هنا دايما الإعلام بياخد سيناريوهات مختلفة وبياخد ومش كل الإعلام البعض البعض خلينا دايما همتكلم في البعض عشان دايما ما بنعممش الكلام على الناس كلها ولكن هنا طب كل الكلام ده طبعا مش مزبوط الراجل قاعد على الدكة في نهاية أفريقيا وقاعد عادي خلاص والراجل أول واحد احتفل مع مصطفى شوبير هو صح خلاص طيب يبقى مين بقى اللي صادق ومين اللي كداب الصورة مين اللي صادق ومين اللي كداب صحنا عايزين نعرف خلاص هنرجع تاني بقى يعني هنرجع للسؤال المهم والضجة اللي حصلت من يومين المؤتمر الصحفي اللي هو كان قبل المباراة موضوع شناوي برضو تصرحاته اللي قالها خلاص يا جماعة مع انتو دايما بتكيله وجهات نظر مختلفة مع ناس وفي ناس تانية تعوزك بخصوص هجومه على الصحافة المصريحة تصريح بقى اللي تقال والكلام اللي تقال ده كله في حاجات طب بالمناسبة وضح من شوية قولولي يا جماعة قال ايه يعني تفضل يا كبشينك لا أنا بالنسبالي هو دايما طبعا هي مشكلة شناوي انه عام من الكلام هو كان لازم يخص فئة معينة من الزكات بقى علميين صحفين وطفر هم مين لان ده طبيعي انت بتلعب في نادي كبير وماسك نادي كبير وكابت النادي كبير أنا اعتقد ان شناوي كان يقصد على الكلام اللي كان خارج بخصوص المشكلة اللي اسألتك عليها دلوقتي انه هو كان عايز يلعب وانه هو كانش عايز يقعد دكة ده ما كانش حقيقي وإحنا نفسنا يعني قلنا ان الكلام ده مش حقيقي ده ما قلنا ان الشناوي حيقعد دكة في المطشين وصف شبير هو اللي حيلعب وفيش اي مشكلة خالص وفعلا اللي قلناه حصل وبالتالي بالزبط كده الصور هي اوضح حاجة للحقيقة وافضل رد على كل المكاذيب اللي اتقالت على محمد الشناوي ودي افضل حاجة يعني ما تقالي مفيش حاجة احسن من كده انه هو انت اللي انت شفته ده هو شاي المصطفى شبير على كيدفور هو يحتفل به في نهاء البطولة الافريقية وكان قاعد على الدكة انت عايز اعمل لك ايه تاني يعني اقول لك ايه تاني يعني طيب خلينا اقرأ التصرحات الشناوي النهاردة بعد المباراة فيما اتعلق بالتوضيح الخاص بالتصرحاته اللي قالها من يومين او مبارا حبان ولا اول بخصوص الاعلام او بخصوص الصحافة المصرية تحديدا يعني عملت رد فعل كبير وجده الكبير قال الشناوي كنا مضغوطين للغاية وكنا نعلم ان خلفنا 60 مليون نشجع ينتظرون البطولة خرجت احاديث عديدة من الصحافة والاعلام عن اللاعبين ولا نعلم مصدرها واوضح لم اقصد الحديث عن احد لكني سئلت سؤالا وكان ذلك ردي عليه ولم اقصد احد لكني كنت ادافع عن فريقي لانهم ملزمين مني يعني اللاعباء زماني ملزمين منه وانها كان دوري ان ازيلوا ضغوط عن اللاعبين وانا اعتدت عن ذلك واهم شيء اننا توجنا بالبطولة في النهاية قال لك انا كمان قررت تصرحات عني خلال ال8 سنين اللي فاتت ايجابية وسلبية وده عادي يعني لكن في كل احوال اعتقد ان شاءال تصريحه ده اوضح حاجات كتير جدا لعيك كابتن واقل رأيك بص امير هو الشناه ولعيب كبير ولعيب خبرة طبعا حتى لو حد استفزه باي اغبار لازم يكون هو ليه اسلوف الرد ما ينفعش ان هو يتعصب ما ينفعش ان هو يهاجم الصحفيين ايا كان كان ممكن يقوله بطريقة افضل من كده اخد بالك برضو مش عايز اقولك يعني انا انت عارف انا صريح شوية اه اي حد في بداية مشواره ما يقدرش يجع الصحفيين ولا الاعلام اول ما يبقى في الطب بقى وورا جمهير وورا اعلام وورا قصة ممكن يقول اي حاجة ما ينفعش انت المفروض خلاص انت بتشوف ان جانبه التوفيق في التصريح طبعا انت خلاص نضكت انت بقيت نجم في اني بقيت ستار فما ينفعش ان انت تهاجم الصحفيين او 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 لان اخد بالك ما كل اللعيبة ممكن يتقال عليها اخبار كذب بس انت لما تيجي ترد لكنه في الحقيقة مش مطلوب يعني في اعلام حقيقي وفي مشاهد حقيقي وفي صحفين حقيين وفي برضو البعض القليل بس امير انا ما قلتش بالدور المهني انت عارف اللي في لا وفي دخلاء كمان على الوسط انا لازم تفهم كده لا لا انا قلتش حاجة ما انا قلتلك في ناس ممكن تقول اخبار كذبة وفي ناس لا يعني بيشتغل بشكل محترم هو كان لازم يرد افضل من كده هو برضو لازم تعرف لازم يرد لكن الاهم ان الاهل فاز ببطولة دوري الابطال افريقيا في الاخر والشيناوي وضح برضو جزء مهم جدا من تصرحاته طيب خليني اقول لكم ان رسميا طبعا كده الاهلي يصبح اول نادي مصري وافريقي يشارك في بطولة فيفا انتر كونتيننتل عشرين اربعة وعشرين للاندية الابطال وسيكون نظام البطولة كان اتي تمام التواريخ لسه طبعا ما تحددتش اوي لكن الدور الاول الاهلي او العين النهاردة بالنسبة ان برك لنادي العين الاماراتي يفوزوا ببطولة دوري ابطال اه اسيا عندهم لعب جامد اوي اسمه سوفيان رحيمي الراجل المسلماني والله العظيم رفضه انت متخيل وصمم على التعافض مع ميكي سوني انا بقول لك معلومة والله العظيم الاهلي كان بخلص كل حاجة مع سوفيان رحيمي اللي وقف في الصفقة فيتسو موسيماني ده الموضوع ده قالوا من بدر على فكرة لما شافوا سوفيان رحيمي قبل كده مش لسه النهاردة ايوة المعلومة تقالت اه ما نعارف الدور الاول الاهلي او العين طبعا المبارك للعين كمان النهاردة الفوز بدوري ابطال اسيا حيتعمل قرعة ما بينهم اللي حيخرج من القرعة دي واللي حيطلع يعني من القرعة دي هو اللي حيقابل بطل نيوزلندا اللي هو اوكلاند سيتي فبالتالي اللي حيكسب من وجهة اوكلاند سيتي حيلاعب اللي مواجهش اوكلاند يعني سواء مثلا الاهلي او العين اللي حيلاعب فيهم اوكلاند سيتي وكسب مثلا أو أوكلند كسب بيروح يلعب الأهلي أو العين اللي ما لعبش في الأورع أو ما طلعش من الأورع يعني الدور الثاني الغائب عن الدور الأول من الأهلي أو العين على ملعبه يواجه الفائز من المباراة رقم واحد تمام ده في المباراة رقم اثنين بطل أمريكا الجنوبية يواجه بطل أمريكا الشمالية في المباراة رقم ثلاثة الدور قبل النهائي الفائز من المباراة رقم اثنين يواجه الفائز من المباراة رقم ثلاثة على ملعب محايد والنهائي الموض المقترح في ديسمبر 2024 استطابة التوريخ بالزبط في النهائي الفائز من الدور قبل النهائي واجه بطل أوروبا على طول بطل أوروبا متأهل للنهائي كده كده ده نظام البطولة الجديد لكن حاجة مختلفة شوية عن كاس العام الاندية اللي هيظهر بشكله الجديد في 2025 بطولة جبيرة جدا مجمع بالمناسبة الأهلي كده خد 4 مليون دولار ركتن شريف مكافئات اللعيبة وفقا للليحة 300 ألف جنيه انا بقول لكم معلومة ممكن الت 300 ألف جنيه ده دي تزيد يا كابتن وائل وتتضاعف الليحة واخبالك على حسب قرار مجلس إدارة النادي الأهلي أو كابتن محمود الخطيب المشرف على الكور فبالتالي أرقام كويسة جدا يستحقها لعيبي النادي الأهلي قولي انت خدت كاملة ما خدت بطولة الأولى ولا التانية لا ما كانتش تعدل 100 ألف ما تعديش المئة ألف ضعفت ضعفت ولا هي مئة ألف تبقى للليحة لا لا آآ مئة ألف المشاركة بقى حسب نسبة المشاركة آآ مشاركة المشاركة المطولة بس مية ساعتها يعني أطوى لا مية كاتت مدل رمحترم طو انت كابتن وائل في الفين واثنين تمانية وعشرين ألف المكافئة تمانية وعشرين ألف بكل اللي يعد بس كان رقم على فتنة على حسب المشاركات برضو بس انت كان مشاركتك كتير بس كان رقم كويس ساعتها في الفين واثنين كان نجيبه شقة ساعتها ولا مش عربية فقت ما تخافش نجيبه شقة يعني ممكن نجيبه بباني الشقة بباني الشقة بس خد بالك الوقت غير الوقت أمير الحمد لله كنا راضيين بالشروع دايما بص أمير طالما احنا بنشتغل على حاجة معينة وعارفين ايه اللي جاي ما بنزعلش يعني حتى النادي اللي قال لي مكافأة 300 ألف هم يستاهلوا حتى لو 500 ألف 600 ألف هم يستاهلوا دايما نقول لك دايما نقول لك الوقت غير الوقت ما فيش حاجة اسمها وهم تعبوا ويستاهلوا صح بتقيم ازاي ادارة الكابتر محمود الخطيب لمجلس النادي الأهلي او للنادي الأهلي في شكل عام من ساعة توليل المسؤولية في 2017 بس أكد السؤال ده خصوصا البعض وناس كتير جدا كلمة عائلة ان الخطيب فاشل إداريا ان الخطيب آه لعيب جامد أوي بس آه إداريا فاشل رأيك ايه بعد تكمل بطولات دي اللي بيحققها الخطيب مع الان زي ما انت قلت يا بتتحس البطولات اه انت شاف ان مجلس كابتن محمود الخطيب اعتقد فيه إنجازات في النادي حتى الان في بطولات كبيرة في النادي فكل واحد بيقص من البطولات اللي هو بياخدها تمام فأنا شاف ان هو مجلس حتى الان شغل بشكل كويس حتى الان في ست سنين أنا دايما ليه أقول حتى الان لإن أنا ما بقولش اللي قدام يعني بتكلم على الفترة وإحنا بنتكلم حاليا يعني فهم أي حاجة دايما أقولك إيه حتى الان أنا ما عرفش إيه اللي جاي مصبوط بس لو ما تيجي تعملها نسبة وتناسب المتبقي للمجلس هذا تريبا سنة ونص أو سنتين في الدورة الحالية بس ما تيجي تحسبها على مدار الست سنين وشوية اللي فاتوا فهتلاقي كم من إنجازات يغطي حتى السنة ونص المتوقية في باقي طبعا الدورة الحالية للمجلس مظبوط أرقام مش طبعية بايشي ما أمارش فأعتقد ساعتها هيكون بردو المجلس ده ناجح حتى لو خسر بطوات أو أنا قلت لك أنا بقول لك ناجح على فهم لا أنا بكلم حتى في مستقبل كمانا لا أنا دايما كده أقول لك حتى لإن ناجح الله أعلم بكرة يبقى فيه لا أنا شايف ناجح نجح كبير جدا على المستوى كانت حق في مواقف صعبة جدا لم يتعرض لها أي رئيس نادي قبل كده خلاص وقدر يطلع منها بقيم ومبادئ النادي الأهلي في مواقف صعبة مش عايزة أرجع بيها كتير خلينا نتكلم في الإنجازات حق دي خامس نهائي يوصلوا في أفريقيا وياخدوا أربع نهائيات صح خلاص واغد السنة دي بس تقريبا تسعتاشر بطولة في الألعاب الجماعية كلها الألعاب الجماعية كلها جوه النادي انت بتخيل في الرقم عامل ازاي تقريبا بالماتش ده النهارد بالبطولة دي عشرين شوف كده الرقم خليه أقولك إن الكابتر محمود الخطيب شارك في الاتناشر لقب للنادي الأهلي انتعارف كده يعني هو خد كلاعب اتنين دوري أبطال إفريقيا واحد كعضو مجلس إدارة وخمسة كنائب رئيس مجلس إدارة واربعة كرئيس لمجلس إدارة انت بتخيل؟ ماشاء الله بص رئيس نادي شارك هو لعيب وشارك هو رئيس نادي ونائب رئيس نادي وعضو مجلس إدارة طمام فدي إنجازات غير مسبوكة وخبرات كبيرة جدا ودايما ده اللي بيتطوارس الأجيال اللي جوه النادي الأهلي ده اللي احنا متعودين عليه وده السيستم اللي احنا متعودين عليه كلنا جوه النادي دايما فكرة الإدارة عشان تبقى داري ناجح جوه النادي الأهلي لازم تتغذى وتاخد خبرات كبيرة وده اللي بدي يعمله الترتيب بتاعنا جوه النادي والتدرج بتاعه حتى لما بقى رئيس نادي شوف كم بدير كرة في عضو مجلس إدارة في نائب رئيس كل دي مراحل تدريجية عشان ينجح ويتغذى بخبرات كبيرة من ناس كبيرة في مواقف كتيرة وده نجح وخلي بالكابتو حمود تعرض للمواقف صعبة جدا في الداية مشواره كرئيس للنادي كرئيس للنادي طبعا في المرة الأولى طبعا الأحداث اللي حصلت قبل كده وعدت على خير كلها ونجح في مواقف سابتة أن يرد أطبار في بعض المواقف لأ ونجح فيها أنا شايفه نجح لأ ورحل عدد من لعبي المؤثرين طبعا وبرضو رصخ مبادئ النادي رغم أن كان احتياجنا كبير جدا لبعض اللعيبة لأ وفضل ترصيخ مبادئ النادي على اللعيبة ونادي نجح وقام تاني وخد البطولات تاني وفضل النادي الأهلي مستمر لأن دايما النادي الأهلي في قول جميع طيب كابتن واقل العلاقة ما بين الأهلي والزمالك دلوقتي أنت بتشوف أن مثلا الأهلي بارك للزمالك بعد فوز بالكونفدرالية النهاردة الزمالك نفس القصة بيبارك للنادي الأهلي بعد فوز بدور إعطار أفريقيا أعتقد دي برقيات تهنئة كنا من أفتقدها بشكل كبير جدا في العلاقة ما بين الناديين مزبوط؟ مزبوط شي احترم طبعا بين مجالس الإضاء ده خد بالك كمان يعني طلعك كابتن حسين لبيب قال لك أنا أتمنى أفوز النادي الأهلي في النهارة فعلا فعاش أي عيب يعني والأستاذ هني شكري برضو معنا هنا في البرنامج على نفس الكلام كابتن أحمد سليمان معنا هنا في البرنامج على نفس الكلام ما فعاش عيب يا بص أنت في بطولة وأنا في بطولة صح إيه المشكلة إن أنا أقول كمجلس إدارة تمنى النادي الأهلي يكسب صح مجلس إدارة الأهلي يقولك أنا أتمنى النادي الزماني يكسب انت في بطولة انا في بطولة طب احنا نلعب بعض كله عايز يكسب مده طبيعي وبعدين انا امير بقول ايه اتمنى النادي الاهل يكسب فممكن الناس تيجي تعتيبنا او تحسبنا عشان زمال كاوي هو انا لما انا تمنى ان النادي الاهل يكسب خلاص انا النادي الاهل يكسب عشان انا تمنيت ان الاهل يكسب هو في بطولة انا في بطولة لكن احنا بنتكلم في احترام متبادل بين المجلسين لسه نسه ما تعودتش على أجواء ديه كابتن وقل ها؟ لسه ما تعودتش بس لازل بقى فيه احترام متبادل بين مجلسين خد بالك وإحنا عارفين وشريف عارف وإنت عارف إن اللعبة حتى أهل وزمالك إصحاب طبعا جد أكيد طبعا خارج الملعب إصحاب جوه الملعب مفيش حاجة اسمها صاحبي إنت عايز تكسب وإنا عايز تكسب وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده فإن الأمور تمشي باحترام ده بيقود كمان على الشارع المصر صح ما بقاش فيه احتقان ما بقاش فيه فتنة ما بقاش فيه كلام كتير ما بقاش فيه مشاكل ما بقاش فيه شغب حتى لما تلاقي مطش أهل وزمالك أو زمالك وهالي دلوقتي تحس إن الأمور أهدا من الأول مظبوط لمفيش حد بيقول كلام ينرفز التاني مظبوط فدي حاجة كويسة جدا مين هيكسب في السوق إن شاء الله الزمالك قال الزمالك محتاج تدعمات كبيرة برغم إنهم أقوف كدنك يحل الكصة إن شاء الله فهيكون معاه تدعمات كبيرة مطش يبقى قوي محتاج أتمنى إن الموضوع الكدده يتحلل قولي لي مطش إمتى يا جماعة يا شهر ستة يا تسعة المعاد لسه ما تحددش ولو شهر ستة يبقى فيش تدعمات لو شهر تسعة لا لازم حيكون فيه تدعمات أتمنى إن يبقى في شهر تسعة بيفيه تدعمات لازم يفك بس الكدن إن شاء الله لإن برضو نادي زمالك أهو ماشي بشكل كويس والأمور اتغيرت للأحسن لكن محتاج تدعمات لإن هو النادي زمالك لما جاب تدعمات جاب عشر لعيبة يعني في أماكن ممكن يكون في أماكن سبعة محتاجة ما جابش فيها وأماكن تانية جاب فيها عدد زيادة فهو لازم جمز هيفرغ الحاجات دي لإن هو محتاج في أماكن معينة أنا أعتقد مش أقل من ستة من ستة لثمان لعيبة من ستة لثمانية لو جات ستة سوبر برضو تمام أنا في أماكن معينة أنت بتشوف في ستة لثمان لعيبة في دور مصري سوبر فيه فيه لعيبة ممكن يعني أنت لو بتكلمني مثلا يعني أوفة بتاعي أمبي أصحار بكويس جدا جاب جون حلو مبارح فيه لعيبة كويسة هو النهاردة بتكلم على رمضان صبح أو بتكلم على مصطفى فتح مصطفى ممكن فمصطفى فتح برضو لعيب كويس فيه هو جمز أجي تتابع الدور المصري فأكيد هو عرف احتياجاته إيه هو محتاجة مما السكين ناس صح فيه أماكن معينة هو محتاج فيها طيب كارتن شريف مين يكسب في السوبر الأهل إن شاء الله الأهل يكسب آه سواء قبل التدعمات أو بعض التدعمات أو سواء دعم الزمالك أو ما دعمش لا ده إن شاء الله الأهل هيكسب ده معوضوها محسوم إن شاء الله محسوم؟ محسوم ليه انت بتلعب الزمالك برده؟ طبعا لا الزمالك ده فريد كذير محسوم لأن الزمالك لسه كذبان ماتش فالأهل برضو ما يفعش يخسر ماتشين واربعة فهيبقى رد اعتبار يعني وماتش أقوى فنية أقوى فنية آه لكن مالوش علاقة بإن لسه كذبان والوقت الأهل كمان أجهز لعبته كمان رجعت من الأصابة كلها فكل الخطوط فيها ثلاث أربع لعبهم على حسب برضو توقيت الماتش فأنا تمنى إن شاء الله الأهل إن شاء الله هيبقى مضوع محسوم برضو الأهل برضو لا أنا ما بتعصبش خلص أنا برحتك خلص عارفة عارف أسر الطبيعة لا تنبت مارد في الستة يا ربا لا انت عصب إيش عارفة أيها صراحة الطبيعة الطبيعة بتاعتكم آه تمام إن إيه بتاعتكم إيه قبل الماتش الأهلي نادي الأهلي يعني تمام مع احترامي طبعا نادي الأهلي انت عارف أنا بحترامه جدا طبعا لكن دايما يقول لك إحنا يعني عارف كلمة الأهلي بما حضر وا 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 أنا معاياك مم كل العيب في النادي الأهلي لعيب مهم طب مجلس إدارة محترم وفي الزمانة كل العيب يعني محترم لكن لازم تعرف حاجة انت بتبقى الآن وخايف جوه الماتش يعني حتى النهاردة انت ذات نفسك يا أمير قلت إيه قلت إيه كان فيه ضغط من الترجي أو النادي الأهلي ما كانش يمسك كورة فالناس كانت خايفة لإني واحد صفر صح صح لكن أنا بقولك كالعيب كورة وتكتكيا اشتغل صح ما فيش أي خطورة صح لكن الناس خايفة لما تكسب قولي الحمد لله صح مش اللي هو إيه العملية محسومة يعني عارف بحس إن هو بحس إن لأ بحس إن هي إيه عارف يعني ربنا لما يديك توضع يعني قول إن شاء الله الأهلي يكسب ده حقك صح أنا بقول إن شاء الله الزماني يكسب صح ده حقي انت فاهم لا جبت السيدة بقى أنا كسبت المطش اللي فات ولا عشان كسب ولا خسر بقول لك إن شاء الله لأهلي وإنا هتغريته ده قاضح نحن هنكسب بس قلت محسومة قلت محسومة إن شاء الله الله هنكسب بحقك نحن نحن نعيش الأجواء نعيش الأجواء الجميلة دي إنا إحنا عندنا فرقتين من مصر ومش أي فرقتين تتكلم في أفضل فرقتين في أفريقيا هاي وزمالك هلعبه سوبر أفريقي لأول مرة من عشرين سنة في أربعة وتسعين نادي إذا ما تكسب واحد سفر وبنسبة كبيرة كمان كان مطش الأولاني في جنوب أفريقيا نسبة كبيرة كمان مطش حيكون خارج مصر هننتظر كرار الاتحاد الأفريقي لو فيه آي جديد أو مستجدات في المقافل ده برضه هنقول لكم بس خليها نعيش الأجواء الجميلة دي مطش أفريقي قوي ببطولة ما بين الأهل والزمالك دي حاجة أجابية على غرار دي بقى ممكن نعذر فيها بقى دي نعذر عادي فيها دي نعذر عادي فيها سبالك وكل الأحوال يعني بإذن الله مهم أن نستمتع به زي مبران إن شاء الله المفتاقبة بعد ما يتحدد معادها بشكرك يا كابتن وايل شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا عميز بشكرك يا كابتن شريف نورتنا وشرفتنا شكرا عميز بشكر حباركم على حصن المتابعة ألف ألف مليون مبروك لجمهير النادي الأهلي ألف مليون مبروك لجمهير الكرة المصرية حالة السعادة والفرحة اللي عايشين أنها بقالنا ست أيام بالضبط في الزمالك الكونفدرالية أهل دوري أبطال إن شاء الله الفرحة تستمر للشعب المصري النهاردة الفرحة أهلوية فعيشوا الفرحة أهلوية وبستوا وألف ألف مليون مبروك نشوفكم إن شاء الله بإذن الله في حلقة جديدة من دراس تسعين بكرة تصبع الألف خير إلى اللقاء